موسيقى السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أخواتي وطلابي طلاب سنوية عامة طلاب الصف الثالث السنوي لمادة اللغة الإيطالية معاكم سينيور كريم في حلقة جديدة للمراجعة المادة على برنامج أستاذ على الهوى بإذن الله تعالى الامتحان إن شاء الله هيبقى متقسم لثلاث أجزاء الجوز الأولاني هو القطعة بيجي لي قطعتين كل قطعة عليها ستة أسئلة بعد كده بيجي لي سؤال مواقف والقطعتين والمواقف فيعتمدوا اعتماد كامل على حفظي للكلمات لازم أركز كويس جدا في الترجمة ما تصرعش ما قراش أول جزء في القطعة واسيب الجزء الباقي لأ أنا بقرأ قطعة من أولها لآخرها من أول سطر لآخر سطر عشان الناس اللي بتكسل تقرأ آخر سطرين وآخر ثلاث سطور لأ هتلاقي سؤال عليهم دايما وما ينفعش أقرأ قطعة بتركيز واسيب القطعة التانية لأ حضرتك دايما هركز في القطعة الأولى والقطعة التانية وبعد ما خلص القطعة هاجي لي سؤال المواقف نفس الفكرة في المواقف لازم أركز ما خدش أول كلمة في المواقف واجرح اللي على طول لأنا لازم أشوف المواقف من أوله لآخره وابدأ أبص على الاختيارات بتاعتي والغلطة اللي احنا بنوع فيها ان الناس بتبص على أول اختيار تاني اختيار وتجري لأ بص على الأربع اختيارات اللي عندك بعد كده حضرتك هتدخل على سؤال القواعد سؤال القواعد يريد الطلبة اللي بتعتمد على الشكل بس لأ مش هينفع السنة دي أنا لازم أقرأ الجملة وابدأ أشوف المعنى وابدأ أترجم ده شكل عام للامتحان بعد كده هنبدأ النهاردة بإذن الله هنراجع على القواعد ولو هبدأ أراجع على القواعد يبقى أنا هتكلم على أول حاجة الوحدة الأولى الوحدة الأولى والوحدة التانية هنلاقيها بتتكلم على المستقبل المستقبل البسيط والمستقبل المركب وأنا بحل أي سؤال في الامتحان على الأزمنة أنا لازم رقم واحد بقرأ الجملة كلها من الأول للآخر حد ملاقي كلمة دلة كلمة دلة تعرفني أنا هشتغل على زمن المضارع ولا الماضي ولا المستقبل هنبدأ النهاردة في الوحدة الأولى والوحدة التانية بتتكلموا على المستقبل المستقبل عندي فيه مستقبل بسيط ومستقبل مركب يعني إيه بسيط يا سينيور بسيط يعني بتكون من كلمة واحدة أو فعل واحد لكن المستقبل المركب جاي من اسمه معناه أن أنا بركب جزئين مع بعض الاختيار بتاعي بعبارة عن جزئين طيب تعالوا نبص أول حاجة على الوحدة الأولى الوحدة الأولى بتتكلم على الفوتورو سيمبريتشي أو المستقبل البسيط اللي هو بيتكون من كلمة واحدة وزي ما اتفقنا أول حاجة أنا لازم عناية تيجي عليها هي الكلمات الدلة على الزمن وإنت فرصة جميلة جدا السنة دي أنت داخل بالكتاب السنة اللي فاتت واللي قبلها الناس كانت بتطلق بط شوية في الكلمات الدلة لكن دلوقتي انت فرصة كويسة جدا معاك الكلمات قبل أي سؤال أرجع أبص على الكلمات بتاعتي في الكتاب أشوف ده زمن مستقبل مدارع ماضي وهكذا هنستعرض مع بعض الكلمات المستقبل البسيط زي ما شايفين عندي أول كلمة هي كلمة دوماني دوماني معناها غدا بعد كده عندي دوبو دوماني معناها بعد غد بعد كده عندي دومة تينا معناها صباح غد أو بالبلد كده بكرة الصبح بعد كده عندي كلمة اسمها بروسيمو وبروسيمة بروسيمو وبروسيمة معناها القادم اللي جاي وخلي بالها ممكن تبقى مذكرة وممكن تبقى مؤنسة على حسب الكلمة اللي قبلها يعني اللي قبلها هنا السبطو بروسيمو السبطو ده أخر O فانخترت بروسيمو زيها أخرها O بالزبط أو للسبت اللي جاي لكن لا دومينيكا لو خذت بالك إنها في لا أخرها A والدومينيكا أخرها A فانخترت معاها بروسيمة بعد كده من الكلمات الدلة تانية على المستقبل البسيط هي كلمة فرا و ترا فرا و ترا معناها بعد وبيجي وراها فترة زمنية بعد زي ما قلنا هنا فرا دو جورني معناها بعد يومين يبقى حاجة هتحصل في المستقبل ترا تريس بتيماني بعد ثلاث أسابيع وما اطلق بطش ما بين فا وفرا فرا اللي فيها أر هو زمن المستقبل فا دا ماضي بعد كده عندي كلمة اسمها دا جراندي دا جراندي معناها عند الكبر لما اجبر لما اجبر هعمل حاجة دي بقى مستقبل استصيرة هذا المساء لما روح النهار دا بالليل هبدأ راجع هحفظ الكلمات بتاعتي بقى انا كده مستقبل بسيط طيب بعد كده هندخل على النهايات خلاص انا اتأكدت ان الجملة مستقبل فانا عايزة ابدأ احل تاني خطوة بعد ما بحدد الزاملة جماعة انا بحدد الفاعل والفاعل دايما على طول وانا شغال في اي جملة الفاعل لامة اداة لامة اسم شخص يبقى انا بشتعل حاجة من الاتنين لامة اسم شخص لامة اداة وتعالى نشوف الكلام دا ونستعرضه مع بعض هنا عندي ضمير اول ضمير في الايطالي عندي هنا اسمه ايو ايو معناه انا بعد كده عندي ماريو واركز كواس جدا هنا ماريو وراء فصلة خلي بالك الفصلة معناها ان ماريو دا قاعد قدامي زي ما انت قدامي كده فبتكلم معك بصيغة انت انت بالايطالي معناها تو طب اللي تحتها ماريو من غير الفصلة من غير الفيرجولة يبقى قول هو هو يعني لوي دينا من غير الفصلة قول هي دل على الاحترام كلمة بروفسورة بكل اشكالها بروف بروفسورة بروفسوريسة كلمة سينيور وسينيور كل دا سواء بعدها فصلة او ما فيش فصلة هنا دي سيغ احترام لازم اقوله ليه حضرتك بعد كده لو موصينا تحت هنا هنلاقي كلمة ايو اي ماريو الاي دي لازم ابيعرف معناها واي فكده الجملة معناها انا وماريو طب اللي تحتها ماريو اد ايو كده معناها ماريو وانا هتلاقي نفس المعنى انا وماريو ماريو وانا معناها نحن طب هو لازم يبسينيور في الامتحام ماريو اكيد لا انا وماريو انا والعيلة انا واخويا يبقى نحن ونحن يعني نوي بعد كده عندي سيغة تو ايه ماريو معناها انت وماريو انت وماريو بقى انتم انتم يعني الفصلة زيزت زي ما اقللك فوق معناها ان الشخص ده قدامي لما كان ماريو بني ادم قدامي قلت له انت لكن هنا راجاتسي معناها اولاد يبقى انتم اميتشي اصدقاء بكلم اصدقائي بقولهم انتم استودينتي الطلاب بطوي زي ما انت قدامي بقولكم انتم يبقى انا هنا هصرف مع فوي لكن ماريو اصارة يبقى لهم دول اشخاص انا بتكلم عنهم تمام بعد ما بحفظ الكلام ده ابدا احفظ النهايات والنهايات هتبقى معاك في الكتاب فانت عايز بس تركيز مع ايو هاختار حاجة اسمها رو مع تو هاختار حاجة اسمها راي مع لوي ولي كلهم مع بعض باختار حاجة اسمها را نوي ريمو فوي ريت لورورانو الناس هتقول لي هو انا هلاقي الافعال دي لا حضرتك هنا احنا بنتكلم على نهايات المستقبل نهايات يعني حاجة بتنتهي بيها الفعل زي ما نشوف دلوقتي ببصينا كده على اول سؤال وتعالا نطبق الحاجة اللي احنا تكلمنا عليها قلت طبق ازاي اول حاجة بدور على كلمة دلة وبعد كده احدد الفعل ما تعكس طيب هنا عندي كلمة دلة هتبصت لها في اول كلمة كلمة دماني دماني معناها بكرة طيب استفدت ايه استفدت ان انا مستقبل وديه من كلمات الدلة على المستقبل البسيط مستقبل بسيط يعني بيكون من كلمة واحدة يبقى الاختيار الاوليين كده خلاص راح اللي هو صونو انداتي ده كده راح خلاص لان ده مركب بتتعالى نحدد الفعل الفعل بتاعي هنا هو ماريو وبولو ماريو وبولو قول هم هم لورو لو رجعنا للجدول اللي قبليه احنا قيلين لورو بتاخد رنو يبقى الحل بتاعي يبقى رقم سي وخلي بالي عشان انها تشبه بعض شوية في فرق ما بين ريمو ورنو يبقى الحل بتاعي هنا سي رقم اتنين عندي كلمة اسمها دور على كلمة الدلة الاول هتلاقي كلمة الدلة في الاخر دوم الدينة معناها بكرة الصبح خلي بالك الكلمة الدلة ممكن تيه في الاول في النص في الاخر فانت اغطيرك جملة من الاول للاخر طب هنا سينيور مفيش اسم شخص اتفقنا لاما اسم لاما اداه مليش دعب جروب ومليش دعب نصر عشان ما لغبطش نفسي عندي ال المفرد المفرد معلوي ولاي اي ادام مفرد معلوي ولاي لوي ولاي بقى انا هشتغل مع را راي بقى انا هبسط لو جد واحد يقول لي الاختيار الاول اقول له لا ما ينفعش الاول ده مركب بالكوم من كلمتين انا عايز مستقبل بسيط كلمة واحدة بس اخرها را هتلاقي الاختيار رقم سي يبقى الجملة بقى معناها الجروب بتاعنا كانت را هيغني بيلا كانسوني اغنية جميلة دوماتينا بكرة الصبح طيب السؤال التالت بيقول دور على كلمة الدلة هتلاقي كلمة بروسيمو بروسيمو معناها القادم معناها الشهر اللي جاي يبقى هنا فايدتها بس اتعرفني ان انا مستقبل بسيط يبقى الاختيار رقم بي ده خلاص شلتم ما بقاش معايا هتدور على الاداة الاداة هنا هي كلمة معناها الاولاد الاي دي اداة جمع افتكر ادوات المفرد معلوي ولاي لكن ادوات الجامعة قولهم هم لورو لورو بتاخد رنو يبقى الحل تاعي يبقى فرنو يبقى الميزي بروسيمو الشهر اللي جاي الاولاد فرنو البروجيتو هيعملوا المشروع طيب لو بصنا على بقية الامثلة عندي هنا جزء من الامثلة مهمة شوية بتتكلم على المستقبل عايزة حد حافظ كلمات وعارف الافكار بتاعتها تعالا نتكلم عليها مع بعض هنا دماني بكرة هنا ما عنديش ولا فاعل ولا اسم شخص ولا اداة اماله هنا انا بصرف على ايه بصرف على الترجمة انه نقرأ وافهم لو بصيت بعد النقط هنا هتلاقي كلمة اسمها بيل تيمبو بيل تيمبو معناها الجو جميل لما تيجي تصرف مع الجو هقول انا ولا هو اي حاجة مع الجو اقول هو هو مع لوي لوي بتاخد را فالحال بتاعي يبقى الاخيرة فرق طب هالكلمة بيل تيمبو بس هي سنيور اللي عندنا في الجو لا بيل تيمبو جو جميل بروتو تيمبو يبقى الجو وحش جو سيء عندي كلمة اسمها كالدو عندي كلمة اسمها فريدو كالدو حر فريدو بارد عندي كلمة اسمها الكليمة المناخ الفينتو الرياح اي كلمة من دول لما تلاقيهم بعض النقط بقى انا بتصرف على الجو الجو لوي ولاي ما تنساش دي طيب اللي بعدها تقريبا نفس الفكرة لو بصينا في الاختيارات هتلاقي بيوفيرو بيوفيراي بيوفيرا هنا هحفظ عندي كلمة بيوفيرا عندنا معناها الساطومتر يبقى انا لسه بتكلم عن الجو الجو معلوي تاخد حاجة اسمها راه فالحل تايب الاخيرة بيوفيرا السؤال اللي بعده بيتكلم على حاجة اسمها كي اوري سونو كي اوري سونو او كي اورا ايه معناها الساعة كام هنا في السؤال الساعة انا مليش دعوة بالسؤال خالص بيش ابص عليه افتكر ان انت بتدور على اداة لو جيت بسيط بعض النقط هنا هتلاقي كلمة لونة لونة لئلة ابوستروف من ادوات المفرد المفرد مع لوي ولي لوي ولي بتاخد راه فالحل تايبقى اللي في النص سرى لونة معناها الساعة واحدة السؤال اللي بعده نفس السؤال لكن بعض النقط كاتب لي ليه دوة ليه دوة يعني الساعة كام يا جماعة الساعة اثنين اللي من ادوات الجمع الجمع مع لورو لورو تاخد رانو يبقى الحالة تايبقى الاخيرة سرانو طيب الفكرة الاخيرة اركز فيها عشان دي جات في سنة اولة وتانية واحتمال كبير جدا تجدنا في الامتحان بتاعنا في سنة تالتة هي فكرة السؤال والاجابة السؤال والاجابة بالعربي كده لما اجي اقولك انت هتروح فين بكرة هتقول لي انا هروح روما انا هروح السينما يبقى انت تتحول لانا تعالوا نشوف الكلام ده دوفي اندراي دوماني هنا عندي اندراي متصرفة مع تو ما اجي جاوب ما تنزلها هاش بقى تاني اندراي لا هقول انا انا يبقى اندرو يبقى الحالة بتاعي الاخيرة اندرو اروما ايس على كده لو جيت السؤال مع فوي مين فاكر فوي يعني ايه فوي معناها انتم فجي بقول لكم انتم هتروحوا فين في الاجازة هتقولوا احنا هنروح روما احنا هنروح ايطاليا يبقى احنا يبقى لو جينا بصينا هنا في السؤال بيقول دوفي اندريتي دوماني هحفظ كلمة اندريتي هنا ريتي مع فوي ما تروحش انت تنزلها ريتي تاني لا ريتي تتحول تبقى ريمو يعني نحن طيب لو جالي السؤال على لوي ولاي شخص غائب زي ما اجي اقولك اين ستذهب صارة غدا ما جاي جاوب هقول انا ولا صارة هتكلم هنا على صارة هنا مفيش تحويل بقولك اين صارة ستذهب هتقولي صارة ستذهب غدا الى روما هنا بش هححول يبقى اللي انا بحول تو تتحول مع ايو او راي تتحول لرو سيغة تانية فوي تتحول لنوي او بالبلدي كده بالإيطالي على طول عندنا ريتي تتحول لريمو طيب بعد كده لو بصينا هنبص على قاعدة سي ودي اخر حاجة في المستقبل بسيط في الوحدة الاولى سي يا جماعة معناها اذا او لو الجملة الاولى لاما مدارع بسيط او مستقبل بسيط ما لها الشرط لمدارع يا مستقبل اللي اتنين صح مش هتلاقي اللي اتنين في الاختيارات لكن بعد الفصلة هتعود عندي في الإطالة على طول لو جات لي نقاط بعد الفصلة النقاط بعد الفصلة بتبقى لازم مستقبل بسيط هنا ما عنديش اختيارات نقاط بعد الفصلة اكتب الملاحظات البسيطة دي عشان تبقى الدنيا واضحة معاك نقاط بعد الفصلة لازم مستقبل بسيط وهنا عندي حاجة مهمة جدا لازم أبقى عارف لما السؤال يبقى فيه C أي اختيار في زمن مركب أستبعده C عندنا في الإطالة ما تجيش مع زمن مركب خالص تعالوا نستعرض الأسئلة على C هنا عندي في الجملة الأولى أنا شفت C يبقى الاختيار الأولين على طول طيارته أكا أنت تدعفش معايا ليه بيش معايا سينيور عشان ده بيتكون من كلمتين خلاص شلته طيب فين الفاعل بتاعي الفاعل بتاعي بعد كلمة C مين هنا الفاعل دينا دينا مجا أقول بلاش الغلطة بتاعت أولادي يقول لك دينا أقول أنا لأ يا جماعة حتى لو أنت دينا دينا دي أنا أتكلم على حد تاني فأقول هي هي مع ليه عندنا في الإطالة بتاخد را يبقى كانت را الجملة بقى معناها لو دينا كانت را بيني لو دينا غنيت كويس فرا بيلا في جورها تظهر بشكل حلو يبقى داها جميل تعالوا نبصوا على الجملة اللي بعدها وبدأ أركز الجملة الأولى النقطة كانت جاية هنا في الأول لكن هنا في الجملة اللي احنا نشرحها دلوقتي دي النقطة جاية بعد الفاصلة افتكر نقطة بعد الفاصلة مستقبل بسيط طيب هنا بعد الفاصلة فيه نوي واحد يقول لي احنا أنا عارف نوي بتاخد يا سينيور إيامو ينفع اختاري الأولى أقول له لا احنا اتفقنا سيمة بيجيش معها مركب طير أبيامو فينتو دي خالص طيب نوي بعد الفاصلة مستقبل بسيط يعني لازم اختار فينش ريمو نوي تاخد ريمو طيب بركز في الفكرة اللي جاية السؤال التالت تقريبا نفس الفكرة ولكن الفاعل مختلف هنا في الجملة رقم اتنين كان عندي بعض الفصلة نوي فصرفنا اخترنا ريمو لكن هنا بعض الفصلة هنا مفيش بعض الفصلة فاعل فانا المفروض اعمل ايه؟ في ناس تيجي تحل تقولي ايه الكونكورسو لا غلط لحضرتك لما بيبقاش في فاعل هنا في الاغلب ارجع لفعل الجملة الاولى واختر زيه لان هنا الفاعل بقى واحد بس مين هو؟ هي دينا او ممكن ترجع لكانترا وتختار زيها فينشرا الاختيار التالت بص هتلاقي نفس الاختيار بص را كانترا هتختار زيها فينشرا كده بقى معناها لو دينا غنت كويس هي هتكسب المسابقة طيب ده بالنسبة للمستقبل البسيط اللي بيتكون من كلمة واحدة في الوحدة التانية هنبدأ نتكلم على المستقبل المركب المركب يعني بيتكون من كلمتين وفرق في الكلمات الدلة لان دي هي النقطة الفرق معاك وانت بتحل وزي ما اتفقنا الكلمات الدلة موجودة في الكتاب في ملاحظات انت عايز تكتبها لنفسك تمام مفيش اي مشكلة تركز في الملاحظات دي قبل ما تحل اي سؤال على الازمينة طيب كلمات الدلة على المستقبل المركب بش كتيرة هم اربع كلمات عندك كلمة اسمها دوبو كي مطلق بطش ما بينها وما بين دوبو دوماني دوبو دوماني بسيط اللي شرحناه من شوية لكن دوبو كي كواندو أبينة نون أبينة كل دي كلمات معناها بعد أن أو عندما بيجي وراها جملتين مجي يقولك بعد ما روح البيت أنا هزاكر بعد ما أنا هزاكر هروح النادي بقى أنا عندي حدسين الحدس اللي وراهم على طول بيبقى مستقبل مركب يعني بيتكون من كلمتين لسه إيه لك من شوية الحدس اللي هيجي بعض الفصلة النقط بعض الفصلة تبقى مستقبل بسيط يعني كلمة وحدة تعالوا نطبق مع بعض المستقبل المركب النهايات بتاعته هتلاقي هي هي نهايات المستقبل ولكن دايما هتبقى سبتة بش هتتغير هو فربو اسري هتلاقي سارو سراي سرا سريمو سريتي سرانو لو ما كانش اسري هيبقى أفاري أفرو أفراي أفرا أفريمو أفريتي أفرانو طب هو ينفع يجيب اللي اتنين أولايل جدا لما يجيب اللي اتنين ولكن لو جاب اللي اتنين عندي في الاختيارات يعني جاب لي إيه وجاب لي ساروه وجاب لي أفروه أخطر إيه سينيور هنا الجملة تعتمد على المعنى فربو اسري عندنا في الإطالة بيجي مع أفعال الحركة أفعال البقاء الأفعال اللازمة الأفعال المنعكسة أربع حاجات دايما بيجي معهم فيربو اسري طب البقاء يجي مع أفاري طب إيه هي أفعال الحركة هترجع بقى للكتاب وتبدأ تقرأ أنداري يعني يذهب تورناري يعود بارتيري يرحل وهكذا ولازم تبقى عارف هما موجودين فيهم في الكتاب عشان تقدر ترجع لهم بسهولة لو جينا بصينا على أول سؤال تعال نحدد الكلمة الدلة جملة بتقول دوبوكي ماريو نقط أكازا فراء الكمبيتو فين هنا الكلمة الدلة؟ الكلمة الدلة هي مستقبل مركب أروح أنا شايل أندرادة خالص مش معايا لأنه ده بسيط الفعل بتاعي هنا هو ماريو ماريو أول أنا ولا هو 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 مع لوي لوي بتختار إيه ولا صاروه ولا صراه لو رجعنا للجدوة هتتلاقي هتلاقي لوي مع ماريو يبقى صراه أنضعته يبقى الحل بتاعي الأخيرة كده الجملة بقى معناها لما ماريو هيرجع البيت هيعمل إيه فراء الكمبيتو هيعمل الواجب الجملة اللي بعدها أبينا بيجي أوراها مستقبل مركب بيتكون من كلمتين يبقى الاختيار الأولاني بيش معايا واحد يقولي طبين فأختار التاني أقوله لأ برضو لأن المستقبل حضرتك لازم يبقى فيه آر ما تنساش أبيامو ده ما فيوش آر روح شايله هنا عندي الجملة بتقول أنا وصارة أنا وصارة معناها إيه؟ نحنو نحنو يعني نوي نوي بتاخد ريمو فأتلاقي اللي اختيار أقول أفراي ولا أفريمو أفريمو كانتاتو تمام؟ طب الجملة اللي بعدها هنا خلي بالك بقى بص هنا النقط جات فين؟ النقط هنا جات بعد الفصلة نقط بعد الفصلة يبقى مستقبل بسيط ركز يا شباب الكلام سهل جدا بس عايز شوية تركيز بعد الفصلة الراجل كاتب هنا في الجملة نوي بسيطي بقى هطير الاختيار الأولاني طيب نوي يا سينيور هتاخد فينشيامو ولا فينشيريمو لا إحنا قلنا مستقبل مستقبل يبقى لازم يبقى فيه R يبقى الحل التاعي يبقى التالتة فينشيريمو طب كارم ما بين الجملة دي والجملة اللي تحتها ركز كويس جدا هنا النقط برضو جاية بعد الفصلة مستقبل بسيط طيارنا الاختيار الأولاني عشان ده مركب طب ركز بقى هنا هنا بعد الفصلة فيه فاعل لا مفيش أعمل زي ما قلنا من شوية لو مفيش فاعل عندي في الجملة التانية بعض الفصلة هرجع لفعل الجملة الأولى سامع بقول إيه لما أرجع للجملة الأولى أرجع للفعل فماجه أرجع هنا للفعل هتلاقيين رجعت الكلمة أفرو أرجع للفعل اللي في المستقبل ليه عشان أختار زيه بص هنا أفرو هاختار زيه الاختيار التاني على طول هيبقى فينشيرو تمام يبقى ده كده الجزء بتاع المستقبل البسيط نقطة صغيرة فيه لازم نبقى مركزين عشان الجزئية دي لازم هيجي عليها سؤال في الامتحان تعالوا نستعرق كده السؤال عشان نبدأ نفهم الفكرة دوبو كي تفنى دوبو كي بيجي وراها مستقبل مركب طيارنا الاختيار الأولاني جات لي ماريا قلنا ماريا هي هي لي لي بتاخد راها جينا نبص في الاختيارات التركيز اللي بقول عليه إن أنا أقرأ الاختيارات كلها وما اخترش أول اختيار لأن في ناس تقول لك سرا أنداتو لأ اقرأ في سرا أنداتو في سرا أنداتا في سرا أنداتي طب الإجابات هنا بقى تشبه بعض اتعود دايما في امتحان الإيطالي عندنا لما الإجابات تبقى شبه بعض هتلاقي الاختلاف في آخر حرف بص هنا أنداتو أنداتا آ أنداتي طب حلها إزاي يا سينيور كتب لك كده بالطريقة البلدي السهلة خالص في الأزمنة المركبة اللي بتتكون من كلمتين لما تكون بتستخدم المساعد إسر إسر اللي هو سرو سراي سرا سريمو سريتي سرنو بيبدأ بحرف الإس لو في إجابتين شبه بعض زي ما انت شايف كده ده هنا أكتر من إجابة ده ثلاثة شبه بعض اللي اختلاف عنده يبقى آخر حرف أختاره إزاي آخر حرف من الفعل زي آخر حرف من الإسم أو الأداة يعني ماريو قيل له آخرهم أو يبقى أختار حاجة آخرها أو دينا والله آخرها آ يبقى أختار حاجة آخرها آ اوعى تنسى علي و سارة لما يبقى عندنا اسم ولد واسم بنت الجامعة على طول يبقى جامعة مذكر هلا عشان علي في الأول لا لو قلت سارة و علي أنا آسف برضو هيبقى جامعة مذكر هنا بعد كده عندي إي ولي جامعة مذكر يبقى أختار إي دينا و سارة خلاص دول بنتين يبقى ده جامعة مؤنس اللي هنا جامعة مؤنس أختار إي شايف آخر حرف من الفعل زي آخر حرف من الاسم فمرية دي آخرها آ فالحل تهي بقى الثالثة سارة أنضا تأخرها آ زيها نفس الفكرة اللي بعدها عشان نتأكد عشان دي مهمة هتيجي في الامتحان أبينة بيجي وراها مستقبل مركب أطير الاختيار الأول والتاني عشان ده بسيط هنا عندي أداة اسمها ليه اللي مع الجامعة أي أداة جامعة مع لورو لورو بتاخد إيه بتاخد سارنه جيت في الاختيارات هو هتختار أول واحدة وتجري بص على الاختيارات ويمشي واحدة واحدة الوقت هيكفي معاك هنا عندي سارنه سارنه الاختلاف فين في آخر حرف طب آخر حرف لما جاي أخده بقى هنا أخده على كلمة راجات سوى على الأداء الأداء أخده على الأداء عشان لو جات لي كلمة غير منتظمة ما تغلطش فيها في الامتحان هنا ليه أخيرها حرف إيه الإيه هتختار زيها إيه هيبقى الحل بتاعي الأخيرة سارنه بارتيته طيب الكلام ده بنعمله مع فيربه إسره هل بيحصل مع أفيره؟ لأ إزاي مع استقبام المساعد أفيره أفيره هتلاقي دايما بيبدأ بأفرو أفراي أفرا أفري موفريتي أفران لا يوجد تغيير في آخر حرف في الفعل ما بتغيرش يعني نعمل إيه يعني اللي بعد أفيره دايما أخره حرف الأو عمره ما يتغير اللي بيتغير ده مع فيربه إسره تعالوا نشوف هنا كده قبنا وراها زمن مركب طيارنا الاختيار الأول والتاني عشان ده بسيط ماريا هقول هي هي مع لي ليه أفرا تيجي انت تتلغبط وتقول لي زي المرة اللي فيت تقول لي ما ينفع ماريا أختار معاها الاختيار التالت أفرا كنتاتا أخيرها آه آه أقولك غلط ده هنا أفيره مش إسره مع أفيره لازم آخر حرف يبقى قوي بالحالة هنا هي بقى أفرا كنتاتا وبالرغم أن هي ماريا عشان ده أفرا مفهوش تبعية يعني آخر حرف ما بيتغيرش قوعة وقعة في الحتة دي احنا بنغير آخر حرف مع السره ده كان الوحدة التانية الوحدة التالتة وربعة هم زي بعض برضو بيتكلموا على حاجة اسمها ضماير المفعول المباشر تعالوا نشوف ضماير المفعول المباشر عندي ثلاث قواعد أساسية لازم أدور عليهم وأنا شغال حضرتك بتدور على مفعول مش فاعل نركز يا جماعة عشان كل الناس دايما هنا بتدور على الفعل لا أنا عايز مفعول يعني ايه تعالوا نفهم يعني ايه ضماير المفعول ضماير المفعول هنا أنا بتكلم ضماير المفعول هنا جماعة أنا بتكلم وعايز الناس تبقى مركزة أن أنا بدور على مفعول يعني ايه مفعول يا سينيور يعني الحاجة اللي بعد الفعل اللي بعد الفعل دايما اللي بعد الفعل هو دايما عندنا في أي لغة هو المفعول تعالنا نشوف كده الأساسيات بتاعتنا المفعول لو أنا جيت قلت مثلا ماريو أكل البيتزا يبقى المفعول هنا عندي البيتزا تمام كده أنا بدور على المفعول المفعول هو الكلمة اللي بعد الفعل عندي ثلاث قواعد هندور على المفعول في الجملة الأولى ما تدورش في الجملة التانية يبقى أنا بدور هنا في الجملة الأولى قبل علامة الاستفام قبل الفصلة قبل إيه إيه معناها واء اللي بعد النقط ده أنا مليش دعا بيه خالص المفعول بعد الفعل في الجملة الأولى يبقى لما يجي الراجل يجيب لي في الجملة الأولى علي سونا البيانو علي بيعزف البيانو سونا يعزف يبقى المفعول عندي هنا هو كلمة البيانو طب لقدر الله جات لي كلمة أو جملة أنا بش عارف أترجمها هل المفعول يا سينيول ليه علامات أو دلالات آه المفعول هو كلمة قبلها أداة تعريف أو أداة نكرة ما لقيتش أداة تعريف أو نكرة في الجملة هدخل هدور على كلمة قبلها صفة إشارة ما لقيتش ولا أداة ولا صفة هدور على اسم شخص بس يبقى بعد الفعل عشان يبقى مفعول أجي أقول لك هل أنت قابلت ماريو هتقول لي آه أنا قابلته يبقى أنا بتكلم على ماريو هي إيه فكرة يا سينيور ضمير المفعول أصلا ضمير المفعول هو ضمير أنا باستخدمه عشان أعوض به عن كلمة موجودة في الجملة الأولى مش عايزها تتكرر تاني في الجملة التانية زي ما بقولك هل أنت شفت ماريو بدأ ما تقول لي آه أنا شفت ماريو بتقول لي آه أنا شفته الهيلة في الآخر دي هل أنت عملت الواجب بتقول لي آه أنا عملته هل أنت اشتريت العربية خلي بالك بقى هتقول آه أنا اشتريت ولا آه أنا اشتريتها اشتريتها عشان العربية مؤنس هو ده اللي احنا هنطبقه بالزبط فنا هنا عندي الصفحة دي مهمة جدا 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 اللازم تبقى مكتوبة عندك في الكتاب وفي ملحظاتك وتبقى مذكرة لو انا بصيت هنا على دي الادوات عندي دي سفات الاشارة ده اسم شخص لو ركستها تلاقي اغلبهم اخرهم فده مفرد مذكر عندنا في الايطالي لكن اللا الان دي مفرد مؤنس لو ركست اخروا كله يبقى مفرد مؤنس اي لي كويستي كوي كويلي اي حاجة اخرها اي كده عندنا في الايطالي فده جمع مذكر واتفقنا اسم ولد واسم بنت جمع مذكر على طول هنا لي كويستي كويلي هنا دي نوسارة بص هنا لي بقى جمع مؤنس كويستي جمع مؤنس يبقى انا ببص على اخر حرف دايما في الاداة او في الاسم بنبه دايما يا جماعة خلي بالك الون اباستروف مفرد مؤنس دايما ما ينفعش تبقى مذكر هي مفرد مؤنس لكن الviol اباستروف لو كلمة اخرها او زي اميكا يبقى مفرد مذكر لكن لو الا اباستروف معها اميكا اخرها اي يبقى ده مفرد مؤنس يبقى الLL اباستروف هي اللي تنفع مذكر ومؤنس لكن الون اباستروف هي مفرد مؤنس بس طيب بنحل ازاي الجدول ده لازم يبقى قدامي ودائما في ذهني وهتلاقيه شبه الحاجات اللي انت بتلاقيها بالزبط في الجملة انت بتختار شبه اهم حاجة بعارف انا هختار شبه ايه عشان اختار صح المفرد مذكر لسيلك كله بينتهي بالا فانا هختار لو المفرد المؤنس بينتهي بالا فانا هختار لا جمع المذكر بينتهي بالا فانا هختار لي جمع المؤنس بينتهي بايه هختار لي بقى انت هتختار شبه الحاجة اللي انت هتلاقيها تمام طب ده هنبنختارهم في المضارع في الماضي بختار في اي مفرد في الماضي بعوض عنه بإلا أبوستروف ولكن الاختلاف هيبدأ برضو موجود في آخر حرف هنا O عشان مذكر A مؤنس ده آخر حرف طيب جامعة المذكر مفيش تغيير في جامعة المذكر ما بين المضارع والمودي جامعة المذكر دايما ليه مكسور لكن جامعة المؤنس دايما ليه تمام؟ تعال نبص كده على الأسئلة هنبدأ نحلها ازاي السؤال الأولاني بيقول ماريو كومبرا لبيتسا هل ماريو اشترى لبيتسا؟ المفهول عندي هنا لبيتسا لأنه جاي بعد كلمة كومبرا المفعول بعد الفعل إلا مفرد يا جماعة مؤنس يبقى هاختار شبهة الحل بتاعي الأخيرة شفت الموضوع صهلي جدا بس أبعارف أختار على أساس إيه هنا بختار على أساس المفعول طيب الجملة اللي بعدها ماريو برضو بس سونا البيانو ماريو هل بيازف على البيانو يبقى المفعول عندي إيل بيانو الكلمة فيها إيل أخيرها أو يبقى أنا أختار لو الجملة اللي بعدها بيقول الكونوشي هل أنت تعرف علي وصورة يبقى ده جمع مذكر جمع المذكر دايما مكسور فالحل بتاعي هيبقى لي الأولانية هنا كونوشي كويستي راجاتسي هنا ببدأ أبص على كويستي وأبص على آخر حرف فيها كويستي آخرها إيه فده جمع مؤنسة تختار شبهها يبقى الحل بتاعي التالتة كويستي يبقى ليه الجملة اللي بعدها التستيرا هو قالت الأرج عشان بتيجي كتير في الامتحان هل مريا اشترت الأرج؟ آه اشتريته أونة آخرها آه مفرد مؤنس فأختار معها لا آخرها آه زيها طيب الجملة اللي بعدها دو في إيه الرجالو دي سارة أين يكون الهدية بتاعت سارة؟ يبقى أنا هنا بسأل على سارة ولا على الهدية؟ أكيد على الهدية المفهول عندي هو الكلمة اللي قبل دي مش اللي بعد دي اللي بعد يديه ده أنا ما ليش دعبيه هنا في الجملة إيه المفرد رجع puedanه آخرها آه يبقى دال إيه المفرد مذكر أخره أوه هختار زيه هيبقى له يبقى درس دمير المفعول سهل جدا بس أبقى افتكر إنه في الامتحان بدور على المفعول المفعول في الجملة الأولى بدور عليه دايما في الجملة الأولى باش في الجملة التانية طيب إيه الفرق ما بين الجمل اللي فاتت والجمل اللي هنقولها دلوقتي في السؤال او في الاجابة تصريب فيربو افيري افيري ده بتصرف ازاي تعالنا نستعرض شكله دلوقتي اول حاجة نبدور عليها المفعول اي فيستو ماريو فين المفعول هنا ماريو طيب ماريو ده مفرد مذكر طيب يا سينيور انت قلتنا اللي جمع مذكر اللي جمع مؤنس بش اختارها طيب هنا يا سينيور هختار إلا ابوستروف ولا لو هنا هبدأ قولك الجملة مضارع ولا ماضي ماضي عرفت منين يا ماضي بدأ باي وفيها او افتكر اي مفرد في الماضي هعوض عنه بإلا ابوستروف الجملة اللي بعدها اي اسكلتاتو لا كانسوني دي ماريو هل انت سمعت الاغنية بتاعت ماريو انا مليش دعوة بماريو انا ليا دعوة بكلمة لا كانسوني مفرد مؤنس طيب هنا هختار لا شبهها ولا إلا ابوستروف اسأل نفسك الجملة مضارع ولا ماضي الجملة ماضي عرفت منين الجملة بدأ باي و او اي مفرد في الماضي إلا ابوستروف اهو يبقى في الماضي الإلا ابوستروف بيعود عن مفرد مذكر ومفرد مؤنس عشان الفرق يبقى واضح معايا تعالنا نركز في الجملتين اللي جاية في دي ماريو ماريو مفرد مذكر اختار لا ولا إلا ابوستروف هل هنا الجملة ماضي هل هنا فيه تصريف فيرب و افارة مفيش يبقى اختار لا لكن الجملة اللي بعدها اي فيستو ماريو اي فيستو ماريو هنا ماريو هو المفعول ولكن الجملة في الماضي عشان فيه اي و او يبقى الحل بتاعي هيبقى إلا ابوستروف طيب بركز في الجملة اللي جاية هل انت اشتريت الخبز الباني اللي هو العيش المفعول عندي هنا هو كلمة إيه الباني الباني مفرد مذكر جيب بسيط إيدها ده ده الاختيارات كلها شبه بعض اتفقنا اختيارات شبه بعض الفرق عندي هيبقى آخر حرف طيب الإيه المفرد إيه مذكر لسه إليين مفرد مذكر اختار حاجة أخرها او يبقى الحل بتاعي التالتة كمبراتو هل انت اشتريت الخبز او انا اشتريتو تعالوا نتشوف السؤال اللي بعده اي كمبراتو لكيتارة هل انت اشتريت الجيتار المفعول عندي هو كلمة لا وقعت قولي كمبراتو احنا قلنا المفعول قبل ايه اداة تعريف اداة نكرة صفة إشارة فهنا كمبراتو مفيش حاجة قبلها هنا كلمة كيتارة اللي قبلها لا لا مفرد مؤنس اختار حاجة شبهها اني واحدة شبهها كمبراتا هيبقى التانية عشان اللا اخرها اه اختار زيها بالزبط طيب هنا الراجل بيقول اي فطو لابروفا هل انت عملت البروفا هقول له اه انا عملت البروفا لابروفا هنا مفرد ايه جماعة مؤنس ينفع الاولى لا الاولى دي جمع ليه طيب ينفع الاخيرة ما تنفعش عشان ده ليه جمع مؤنس انا هنا عايز عود على مفرد مؤنس بص اللا اخرها ايه اه يبقى اقول فطو ولا فطا فطا يبقى الحل التاع هيبقى هنا التالتة طيب الجزء التاني من ضماير المفعول اركز عشان جيه عليه سؤال برضو في الامتحان التجريبي هو عبارة عن ضماير المفعول المخاطب المخاطب معناها ان الشخص ده والدايمي بتكلم معاه فطبيعي لاما الشخص ده هقول له انت او مجموعة لهم انتم او حد بتكلم معه بصيغة احترام فهقول له ايه حضرتك فالقاعدة بتقول لو اسم مفرد وراه فصلة ولقيت النقط بعض الفصلة على طول فانا بتكلم معاه بقول له تي انت يبقى ماري وراها فصلة تي دينا وراها فصلة تي في الحالتين سواء هنا مذكرة اموانا سقول له تي طيب الجامعة زي كلمة راجاتسي اميتشي استودينتي كل دي كلمات بتدل على الجامعة الجامعة قولهم انتم ليس سألين انتم معناه ايه انتم يعني في هاختر حاجة شابها اسمها في طيب الاحترام الاحترام ده شخص قدامي اوعى تقول له انت هنا هقول له حضرتك طيب ايه الكلمات اللي اول ما شوفها احترامة سينيور كلمات زي بروفيسورة بروف هو الاختصار بتاعها بروفيسورسة في المؤنس سينيور و سينيورة والسي اي جي دي اختصار لكلمة سينيور و دوتورة كل دي كلمات بتدل على الاحترام لما النقط تيجي بعد الفصلة مع الاحترام هقول له لا وخلي بالك هنا اللي لازم تبقى مع يوسكولا تبقى هنا كابتال اللي البلدي كده لازم تبقى كبيرة بتدل على الاحترام طيب تعالى نشوف اسئلة عليها بتيجي ازاي هنا ماريا فصلة وفي نقط يبقى ماريا هنا قدامي انا بتكلم معها بقول لها انتي انتي يعني ايه تي طيب اللي بعدها واحد يقول لي ماريو هي هي لان هنا في فصلة فبقول له انت انت برضو تبقى تي تي اسكولتو بيني يعني انا سمعك كويس لكن بروفيسوري هقول له انت ولا حضرتك 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 يبقى احترام يبقى الحل بتاعي له وزي ما انت شايف اللي هنا كابتال طيب الفكرة اللي جاية دي سهلة جدا بس بتبقى عايزة تركيزه انا بحل افتكر لما بقول انت تتقلب انت انتم تتقلب نحن فلما الجملة في السؤال يبقى فيها مي حضرتك هتقلبها تي طب هو جاب لي تي هروح انا اجيبها مي بعكس هنا الجملة بمعناها مي ايو تي انت هتساعدني بوقف انا اقولك ايه اه انا هساعدك طيب لو لقيت في الجملة في هقلب انا تشي تشي دي معنى ايه تشي دي معنى ايه سينيور تشي دي معنى نحن فهنا ذي أنتم تتقلب اتشي فأنا بقول لهم أنا مستنيكم هنا فهم هيقولوا نعم احنا ايه هنستنيكم بعد كده نقطة من النقطة السهلة بس برضو عايزة تركيش شوية هي قاعدة سابتة بس بعد إذنك ركز كويس جدا فيها هي الضمير اللي أنا بستخدمه مع فربو ساباري ساباري معناه يعرف ساباري مسبت ضمير واحد معاه هو لو وينفعش هنا مع ساباري أختار ولا لا ولا لي ولا جمination لا هو دايما لو تبقى اشكاله زي عشان لما اشوفه اختار لو الجملة تبقى سهلة سينيور في المدارع في الاول هو صاي هتلاقي كلمة صاي هتختار انت لو صو الجملة معناها هل انت تعرف هقول اه أنا عارف الموضوع ده يبقى لو صو هل انت عارف اني مطشي الأهلي النهاردة اه أنا عارف الموضوع ده أنا عارف الموضوع كله يبقى لو سباتة معناها أنتم تتقلب لنحنه سباتة تتقلب لنحنه يبقى لو سبيامو دي قاعدة سبتة ماينفعش أغير فيها أي حاجة سبراي في المستقبل الراجل لما يسألني السؤال في المستقبل ماينفعش أنا روح أجاوف في المضارع لأ سبراي يبقى لو سبرو لسه إلك عليها من شوية راي تتقلب رو طب اللي بعدها سبريتي تتقلب لو سبريامو سبتة هل أنتم هتعرفوا الحاجة دي؟ آه إحنا هنعرف طيب بعد كده عندي الماضي في الماضي بيبقى اسمها أي سبوتو بعد إذنك الحل بتاعها دايما لو سبوتو ساعت في اللي متاح نيجيبها لك سبوتا آخرها آه سبوتي مفيش عندنا في الإطالي اسمها حاجة اسمها سبوتي وسبوتا هي دايما اسمها لو سبوتو سبيفي برضه في الماضي عاود عنها بحاجة اسمها لو سبيفو آه أنا كنت عارف يجي عليها السؤال إزاي؟ السؤال هنا بيقول لي ساي هل أنت عارف؟ كي دينا إي أن داتا روما هل أنت عارف أني دينا زهبت إلى روما لو في عدم تركيز والناس بتحل بسرعة هيقول لي دينا مفرد مؤنس أخطار لا أقول له آسف غلط لأن الجملة هنا بدأ بصاي ولو بسيط بعض النوقت هتلاقي فيه سو فصاي وسو هروح أخطار لو وهنا لو سو معناها أنا عارف الموضوع ده كله أنا عارف أني دينا زهبت إلى روما طيب تعالوا نشوف اللي بعده هنا آي سابوتو كيماري أن داتا روما نفس الجملة بس في زمن الماضي آي سابوتو ينفع أقول لوسو لا آي سابوتو ده ماضي يبقى أن الحل بتاعي لازم يبقى ماضي لوسو ده مضارع طيب أقول لوسابوتا ولا لوسابوتا قلنا دايما اسمها لوسابوتا يبقى الحل بتاعي يبقى التالتة آخر جزئية في الوحدة التالتة وربعة هو ضمير التجزئة ني يعني إيه ضمير تجزئة جاية من كلمة معناها جزء من المفعول أنا خدت جزء منه باجي أقول لك هو أنت أكلت البيتسا كلها تقول لي لا ده ناخدت بس قطعة منها جزء منها هو أنت شربت العصير كله تقول لي لا ده ناخدت منه فقط كباية بقى ده جزء من المفعول طيب أهم نقطة تبقى عارفها تبقى عارف أن الكلمات تدل على التجزئة اللي أنا أختار معاها نيه هتبقى موجودة في الجملة التانية فبعد إذنك لما تلاقي نيه في الاختيارات إيه رأى الجملة الأولى والتانية زي ما تعودنا لازم أقرأ الجملة كلها لكن عشان ألاقي كلمة تدل اللي أختار عليها نيه هتلاقيها في الجملة التانية طيب إيه الكلمات اللي أول ما أشوفها أعرف أن دي نيه الكلمات تدل على التجزئة أول حاجة الأرقام اونو دو تري كل الأرقام إلا لو جت مع الساعة الساعة ماقول الله بصرف اونو معناها الساعة واحدة قلي دو الساعة تنين هنا ما فيش تجزئة هنا ما أخدش نيه بعد كده عندي كلمات زي مولتو تانتو بوكو بكل أشكالها مولتو تانتو معناها كسير بوكو معناها قليل بيتسو قطعة بارت جزء سولو فقط فتة أونبو بايو فتة قطعة أونبو قليل بايو زوج من خلي بالك كلمة سولو وبايو بتيجي كتير قوي في الامتحان كلمات الدل العلانية اللي هي في الجملة التانية كلمة كيلو نيينت نيسونو كلمة ألكوني وألكوني معناها بعض أونالترو معناها واحدة أخرى أونبياتو طبق يبقى أنا ما كلتش الحاجة كلها أونبيكير معناها كوباية السؤال عليها ببسهل جدا بس عايز أركز أن الكلمات الدل العلانية في الجملة التانية أي منجاتو لبيتسا هل انتكلت البيتسا لو أنا بحل بسرعة ناس أتقول لي إلا أخطر معا لا إقرأ وركز لأن الراجل جايب لي نيه في الاختيارات ونيه هي هنا الإجابة الصح لأن لو جيد بسيط الناحية التانية هتلاقي الشخص اللي جاوب قال له أوه منجاتو أنا كلت منها سولو ونبارتي فقط جزء بقى ده تجزيئة هو ما كلتش البيتسا كلها تبقى نيه آي بي فوتو لسوكو هل انت شربت العصير وهتقول لي إيه لأختار له إقرأ وركز هتلاقي بعد النقط أو بي فوتو سولو أونبيكير سولو يعني فقط بتركم الكلمات اللي بتيجي كتير معناها أونبيكير معناها كوباية بقى ده تجزيئة أختارني بلاش الطلبة اللي بتتعود دايما يقولك ايه أول ما شوف نيه أختارها هو في الأغلب ده الحل بس أنا لازم أتأكد لازم أتأكد أنه في كلمة ده العلنية في الجملة التانية طيب تعالي نشوف المثال اللي جايدة كوانت اسم اس ريتشيفي ماريا كم رسالة بتستقبلها ماريا هنا بقول ريتشيفي تانتي هنا كلمة تانتي فيها حرف الان بتكر تانتي باختار معاها نيه طيب اللي بعدها كونوشي كويست راجاتسي هل انت عارف البنات دي هل انت عارفهم بكلهم بيقوله آه أنا عارف منهم تانتي في تكر تانتي اللي فيها اني بتاخد نيه يبقى الأخيرة لكن هنا عندي كلمة اسمها توتي توتي ما بتاخدش نيه أبدا كويست جمع مؤنس اختار معها ليه في تكر تانتي اللي فيها اني تاخد نيه توتي بكل أشكالها ما تاخدش نيه آخر جزئية ويبقى ختمنا الجزء بتاع نيه أي بريزو اللي مالي هل انت خلت التفاح نقط أون كيلو أون كيلو من الكلمات الدلة على نيه جيت في الاختيارات أختار الثالثة ولا الأخيرة أي حاجة على نيه بركز في الجملة التانية أون كيلو أون كيلو مفرد مذاكر آخرها أه يبقى الحالة بتاعي الأخيرة نو ني أو بريزو طيب أي بريزو اللي مالي هل انت خدت التفاح كله قاله لأ ده أنا خدت منه تري كيلي تري من الأرقام وكيلي من كلمات الدل على ني لما يجيلي سؤال فيه أرقم أنا ببصش على الرقم أنا ببص على الكلمة اللي بعد الرقم يبقى بص على كيلي أخيرها إيه يبقى الحل التاعي يبقى التانية ني أو بريزي يبقى الكلمة اللي بعد الرقم أي فطوا طوتوا الكمبيتو هل أنت عملت الواجب كله قال له أنا ذكرت منه تري باجيني هو عد بص على تري بص على باجيني باجيني أخيرها إيه جمع مؤنس يبقى الحل التاعي الأخيرة ني او استوديا يبقى احنا كده تكلمنا واستعرضنا أغلب الأسئلة بتاعة القواعد محتاج منك تعمل مراجعة سريعة تاني تكتب الملاحظات بتاعتك وتبص على المنهج أولى وتانية شكرا هنا بعد كده كمان احنا خلي بالك الأزمنة الأديمة زي المضارع والماضي بيجي عليه سؤال ممكن يجيلك عليه سؤال عادي خالص وكمان خلي بالك حروف الجر اللي خدناها في سنة أولى وتانية تراجع عليها وتكتبها في الكتاب وتبقى معاك الملاحظات بتاعتك التعبيرات تدل على المكان زي كلمة لونطانو لونطانو بتاخد دا أدسترا أسينسترا معناه يمين ويشميل تاخد دي أكانتو فيتشينو معناه قريب من تاخد أكلام دا كله لازم أراجع عليه درس صفات الملكية بيجي عليه نقطة في الامتحان درس فيربو بياتشاري يبقى أنا عندي المنهج القديم اللي احنا خد نفسنا أولى وتانية محتاج برضو أراجع عليه مراجعة سريعة تمام يا فندم كده أتمنى أن أنا أكون ساعدتكم وقفت معاكم وربنا يكرمكم بإذن الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وابناء الطلاب أهلا ومرحبا بكم النهاردة إن شاء الله في مراكلة الامتحان مادة اللغة الألمانية على برنامج أستاذ على الهوى معكم هير خالد الفي أستاذ اللغة الألمانية النهاردة إن شاء الله هنعمل محاكاة سريعة لورة الامتحان في اللغة الألمانية من خلال تاكست ومن خلال التاكست والتيونين ومن خلال الجراماتيك مشكلة راح نشوف شكل الأفقار وشكل الأسئل اللغة إن شاء الله نشاهها في الامتحان بكرة بأمر الله نبدأ بسم الله نبدأ بقول حاجة بالتاكست عندنا في الامتحان ماطع ب trudين تاكست كورتكس عليه ست أسئلة هنقوم مع بعض تاكست طبعا واحد نهاردة بس عشان نشرح الأفقار المهمة اللغة ممكن تجلنا إن شاء الله في الامتحان ندى ما بعض نرى التكست وبعدين نشوف الأسئلة ده تكس على هيئة إيميل مصطفة باعت إيميل لي فرانك بقوله هلو فرانك في الصيف اللي فات أنا كنت عند صديق شريدر في ألمانيا دامنا منكم بقرأ الإيميل أخذ بالمين كتب الإيميل كتبوا المين والأشخاص اللي جوه الإيميل علاقتهم إيه باللي بيتكلم يعني أخوه صديقه قريبه عشان أقدر أوصل وحكم العلاقات ببعضها فمصطفة بيكلم فرانك بيقوله أنا كنت صف الفات عند صديقي شريدر في ألمانيا إربونت إن منشون ده مين إير ده أه شريدر يسكن في مدينة منشون يا مدينة ميونيخ دورتها بإيش دي زين سفردش كاعتن بزيش تيكت هناك أنا زورت الأماكن الجديدة بمشاهدة الفربي بزيش تيجين يعني يزور الأماكن فقط ولكن بزوخ يزور أشخاص وأماكن في مثلة دي أليانز أغينا لوستاد أليانز أغينا وندي في غاون كارشة كنيسة السيدة العزراء المنشن هاب إيش أوخ أين فغاد مت كولابايك جيميتت أنا استأجرت عجلة عن طريق الكولابايك إيه كولابايك ده يا أولاد خلينا نقرأ وبعدين نستشف إيه كولابايك ده مع بعض فأجر عجلة عن طريق الكولابايك ضميت بهذه العجلة وده من يا أولاد لما يكون فيه حرف جر ومعاه المقطع ضاف أوله بننطق معنا حرف جر زائد كلمة ض فنقول مت بواسطة يا بواسطة ذلك مع ذلك جانب ذلك فبذلك بهذه العجلة يعني هاب إيش أينشتادون دو فارت دوش من شون جمخت عملت جولة في المدينة كولابايك فونكوتيسونير تكنسة انفاخ الكولاباك دي تشغل بالمنتهى السهولة من بروق تنور عن التليفون وهده音 يل نتوقع لش آين كولابايك يعني أنا عشان أجر عجلة بالمنظر ده محتاج تليفون وكولابايك وكولابايك اللي لسه مش عارف قوي لكن أقدر أخمن طبعا أقدر أخمن حت Essentially يؤجر عجلة عن طريق تليفون وكولابايك عن طريق تليفون وكولابايك وكلب ده عبارة عن أب أبليكيشن على الموبايل زي الأبليكيشن اللي عندنا لبعض الشركات السيارات اللي احنا بنطب بهم السيارات يعني من فندت ديزي فغيدا بيبقى الامتسينتروم الانسان بجد هذه الدرجات في كل مكان امتسينتروم في السنتر يعني في منطقة وسط في الحي أو المدينة دي وبيوضح بيشرح طبعا فيه تسفاي بونكتن وطنفوا بعد بيشرح بقول أو فيلم بلتسة في كل ميدان وكل تقاطع كبير دي مايستن يوجندلشن فاغين داميت أغلب الشباب بيسافروا بهزي أو بتحركوا بهزي الوسيلة اللي هي العجلة عن طريق كولابايك كولابايك هات مية زي جفال عجبني أول بطوع كولابايك ده أول اش هو في اس جيبت ان ايجبت ان كولابايك أأمل ان يكون في مصر كولابايك خاصة بزندرس ان منصورة دان ثم في هزي الحالة بقى لو فيه في المنصورة عندنا بلد منصورة لو فيه بقى كولابايك زي كده دان إذن في الحالة دي بقى لاصي هسيب عربيتي في الجراش تقريبا طول الأسبوع مش هحتاجة خالص ليه هقضي مشهور كلها عن طريق كولابايك بالعجلة اش بين اوف دي تسوكشبيتسة ايه تسوكشبيت دوت بيشرحوا دين هوكستن بيرج ان دوتشلاند اعلى جبل في ألمانيا ميدير بيرجبان جفاغن انا طلعت جبل تسوكشبيتسة عن طريق او بواسطة البرجبان التليفريك ورحنا تسوزامن مع بعض الى برلين مين تسوزامن بقى مين مع بعض يوصو مين مصطفى اللي هو انا وشريودر اللي انا قاعد عنده في مدينة مونشن دوت حابن فير ام كا دي في في الانجل كافت وعملنا شوبينج تسوكنا ام كا دي في ايه كا دي يا ولاد ده الكا دي فيه هو اكبر مول تجاري موجود في برلين واقضى مول في اوروبا دوت حابن فير ام كا دي في الانجل كافت ناخد غي تاجن ان برلين زين دي فير ناخ مينشن سو جي كومن وباع تلات ايام في مدينة برلين رجعنا تاني الى مدينة مينشن مين اولاوب ان دوتشلاند هات زبايفوخن جداورت اجاست في المانيا استمرت اسبوعين دانا اخوة بعد ذلك بعد الاسبوعين اصبحت رجعت في المنصورة تاني يعني ده موطنه الاصلي مينر هيماتشتات موطني نكسن زوما الصف القادم است باريس باريس هي الرايزت سيل بتاعتي اللي هو الهدف بتاع الصفر الصفر اللي جاي ان شاء الله انو حطت خطة ان الصفر اللي جاي هيكون المدينة اللي هيسافر لها هي مدينة باريس اند اش بزوخة ديش دورت وهزورك هناك افهم من كده ان فرانك قاعد في مدينة باريس خلي بالكم لما بنرى قطعة انا عندي حاجتين اهتمي بيهم حاجة صح وحاجة غلط ما عاملهاش الصح الاستنتاج الخطأ التوقع اوعى تتوقع معلومة يعني ما يفعش اقول ان خالد بيشغل في المدرسة فتوقع عن المدرس لا ممكنكم محاسف في المدرسة فالتوقع غلط لكن الاستنتاج صح يعني استنتاج انا سفرت الالمانيا يعني سفرت اوروبا كلام مفهوم توقع مصبوط وهكذا طيب تعنشوا مع بعض يا شباب الاسئلة نومة اينز اين تكست فغش تيست دو في النص انت بتفهم حاجة معينة وداما الاسئلة الجده بتاعتنا كلها قصة ماذا يعني فهمت ايه الغرض من كده ففي النص فينا معلومة ايه المعلومة اللي فيناها تعاني رو نشوف كل صيف مصطفى بيعمل أجاستو في ألمانيا لا هو قال الصيف اللي فات في ألمانيا والصف اللي جاي في باريس يبقى مش كل الصيف في ألمانيا يارلش سنويا كنت مصطفى انس فاكشيدني لاند كل سنة بيروح مدلق سوريا بيروح بلد مختلفة اه صح دقائل السنة اللي فاتت ألمانيا ان شاء الله السنة الجاي هيبقى باريس دي اللي جابت صح لكن لازم اكمل بات الاختيارات لربما اكون في حاجة مش واضحة بالنسبة لي وانا اخترت خطأ سي اوف ديم لاند مخت مصطفى جاغن دي نكستن زومة فاغن هيعمل أجلس الصيف القادمة اوف ديم لاند في الريف لا طبعا ما قالش كده خالص ام زومة فاغن مصطفى واند زين فروند فرانك ناخ برلين في الصيف هيسافر مصطفى فرانك إلى برلين فرانك أصلا ما كانش معه مصطفى في ألمانيا او سوري في مونشن اللي كان معاه هو شريدر فرانك أنا وخطبه اللي هو قاعد فين في باريس يبقى اللي جابت عدتها تقنوما بي نومرت سفاي من فندت دي زفار ريدر او برقال ام سنتغوم اوف في المبلتسة وانيدا جوسم كويتسونج الواحد بيلاقي العجل بتاعنا ده موجود فين في الميادين والتقاطعات الكبيرة الكلام ده معناه ايه معناه من فيل اين فغاد ميت كول امتكول بايك لين الشخص اللي عاوز يستأجر عجل عن طريق كول امتكول بايك هايشتري تذكرة من التقاطع تذكرة ايه مفيش تذكرة في الموضوع خالص مقالوش تذاكر ده عن طريق التليفون يبا دي اللي جابه نصح من كان دي فار ريدر اوف دين بلاتس كوفين تشتري العجلة في الميدان ما قلناش نشتري دي احنا هنأجر دي ريبراتور دير كابوتين فار ريدر استئيمة امتسنتهم تصليح العجل البايز او العطلان بيكون فيه سنتهم في السنتر ما قلوش بردن فيه عجل وهيتصلح أقدر استأجر عجلة في التقاطع الكبير بالزبط كده يبقى ويوجود العجل في الميادين وتقاطع الكبير ده معنى اننا لما حب أجر عجلة لازم أروح الميدان او التقاطع الكبير هلاقي في العجل وابدأ عمل اتصال واخد العجلة يبقى الاجابة الاخيرة مصطفى استدغى طاجة ان منشن جيبليبن مصطفى ما كثى تلات ايام في منشن لا تلات ايام دو كانوا في برلين يبقى أنا لازم وأنا بقرأ القطعة أحدد المدد الموجودة والموعيد وأسماء المدن وكل مدة تمت في أنهي مدينة طيب مصطفى استئل في طاجة باي فرانك ان منشن جيبليبن مصطفى قعد 11 يوم عند فرانك في منشن في منشن صح لكن عند فرانك لا ليه لان فرانك ما كانش موجود معاه اللي كان موجود معاه شريدر استفردت سين تاجة ان دوشلاند جيبليبن مكسى 14 يوم مكسى 14 يوم في ألمانيا الاجابة طبعا صح طيب نمر دي استفردت سفاي فوخن ناخ دوشلاند جيبليبن سافر قبل اسبوعين إلى ألمانيا لا هو سافر الصف اللي فات إلى ألمانيا يبقى الاجابة الصح هي نمر تسين نومة فيا بيقول الصف اللي جاي هتكون باريس هي اللي تجاه أو التراجب بتاعي في الصف اللي جاي ان شاء الله ده معنى ايه يا أولاد ده معنى ان مصطفى انت رسرت زيش فير دي سايت مانجمينت وند سايت بلانونج مهتم بإدارة الوقت وتنظيم الوقت وخطط الوقت آه طبعا لأنه بيخطط الصف اللي جاي أنا هعمل كذا وباريس هي اللي اتجاه السفر السنة جاي ان شاء الله يبقى هذا الشخص مهتم بتنظيم الوقت وإدارة الوقت صح طب هنكمل برضو مصطفى مقتنشت جارن غايزن ما بيحبش هامر حلات لا ده راجل كل سنة بيروح مدينة أو دولة مصطفى فيل زين فرانسيزش في البصر عاوز يحسن الفرنساوي بتاعه ما قالش انه هو يتحسن اللغة الفرنسية ومش كل ما يسافر بلد هيزبط اللغة بتاعي تأكيد يعني مصطفى كان جود دويتش فرانسيزش بيستطيع انه يتكلم ألماني وفرنساوي ما قلناش في القطعة كده خالص يبقى هي أول واحدة الصف اللي جاينا هسافر باريس ده معناه انه هو عامل خطة لنفسه يبقى أول واحدة نمرا فور مصطفى استمد دي بيرجبان ناخ برلين جفاغن سافر إلى برلين بالبرجبان لا البرجبان ده كان وسيلة يتحرك بيها داخل منشن ويطلع بيها جابل سوجش بيتس استمد فرانك ناخ برلين جفاغن سافر مع فرانك إلى برلين برضو لا طبعا مصصح استقلين ناخ برلين جفاغن سافر قلين لوحده لا ده سافر معاه شريدر حاطقين بزيشتجن فونزين سافر شكايتن جمخت عمل بزيشتجن يعني ايه زيارة طب الكلمة دي مش بناش في التاكست اه مش بناش في النهائش لكن هناك كلمة مشتاقة من الفرب بزيشتجن يبقى خلي بالك دايما هتلاقي في التاكست عندك شوية مشاكل في الكلمات هي مش مشكلة هو انا مش متعود اشوف الكلمات دي هي الكلمات المشتاقات الفرب من الاسم والاسم من الفرب لما يكون عندي فرب وانا حافظه كويس جدا وليتوا بدلا ما حط ايه ان في اخر الفرب شل ايه نوحط وان جي يبقى كده عمل اسم بدل الفرب يبقى انا افهمه زي كيمة فورم شقة او ماسكن بقى تفونين يسكن ايه برناخت جلمبيت ايه برناخت يبات وهكذا طيب اعنش في السؤال نمار 6 كولا بايك است زيشار اين اب ان دير اولارفيلت هل ده امليكيشن في كل العالم ما قالوش اتوقع كده لا ما تتوقعش اين اب اوف دين بلتسن وان دين جوز كرويتسونج في الميادين وتقاطعات كبيرة طبعا لا امليكيشن بيشتغل في اي حتة في منطقة في نطاق معين ولكن مش في ميدان معين اين فركاز متل فيه دي يوجن لويتة هو وسيل مواصلات يونج لويتة للشباب الصغيرين طبعا هو مش وسيل مواصلات ده هو ااب ابليكيشن مش وسيلة استعين ااب ان دوتشلاند هو ابليكيشن في المانيا وربما يكون موجود في دول اخرى صح ده الاستنتاج انه هو موجود في المانيا فعلا اوكي وربما يكون موجود في دول اخرى ربما يبقى ده كلام المزبوط صح يبقى اجابة نومر دي تعبا ننتقل الى سؤال المواقف اليومية والمواقف دي اهم حاجة عندها في الامتحان لان المواقفة زمان بتيجي يعني حاجات كده صد رد زم بيقوله يعني فلان عين نقوله ايه راح السامن نقوله ايه اتجاوز نقوله ايه النهاردة بقى موضوع شوية مختلف بقى فيه حدوتة بتتحكي تفهمها وتختار رد يناسب هذه الحدوتة بص معايا نومر اينز تيمو فيه جنب منه دبل بونكت نقطتين يبقى تيمو ده اللي بيتكلم تيمو بيقوله بقى كاترين بتحتفل بعيد ميلادها الاسبوع اللي جاي في الكافي واندهات مش اين جلادين وعزمتني ده تيمو اللي بيتكلم ففيه بالرد عليه قاله خلاص يبنى هقدر قابلك ان شاء الله في الحفلة الكلان ده معنى ايه تيمو اتعزم على الحفلة الاسبوع اللي جاي في الكافي وفيبر ايضا اتعزم وهيروح برضو الحفلة في الكافي طيب ده معنى ايه اولاد تعانشوا مع بعض ده معنى ان فيبر وتيمو ترفين زيش ام فايرتاج باي كاتنس وهوزي هيتقابل يوم الاحتفال عند كاترين في البيت هم يتقابلوا في الاحتفال اه بس عند كاترين في البيت لا ده الحفلة كانت ام كافي في المقهى في القهوة يعني لا ايه ما ينفعش الجملة دي يوم الاحتفال ا لكن عند كاترين في البيت غلط يبقى لازم وارا جمونا كويس جدا خلي كده يعني الشعر بتاعنا اقرأ افهم حل ترى جمونا ببساطة تفهمها تستوعبها وبعدين تبدأ تيجاوب اللي اخنا هنخطف كلمات معينة ونبقى نختار سريعا للأسف هيطلع السؤال غالبا غلط هيتقابل يوم الجمعة في القفية هم قالوا يوم الجمعة في القفية في الحفلة ا بس قالوا يوم الجمعة لا هم قالوا انكست في الاسبوع القادم امتى بقى ما نعرفش ما حددوش يوم فيبر هات كاترين سأين لادون سو جزاكت فيبر سو جزاكت يعني قبل الدعوة بتاعت كاترين اه صح لانه قال انا هقابلك في الحفلة ان شاء الله يبقى لجابة سي طب نكمل دي دي بايدن كلاهما اللي اتنين دي بايدن هابن شون دي آين لادون أب جزاكت أب جزاكت يعني يلغي المعاد او يرفض الدعوة فكلاهما رفض الدعوة لا طبعا دي الاتنين سو جزاكت قبلوا الدعوة يبقى لجابة نومر تسي نومر تسي مركة بتقول يا اغينة كيف اذهب للبنك فقلنا قالت انت محتاجة فلوس فمركة قلت لا ايه ابر اللي قبل يا او قبل نين او لاد احيان ابر لما تسبق يا او نين هي بس بتأكد الرد لكن لا تغير المعنى زي ما قلت كده ايها يحصل او لأ مش هيحصل فتأكد الرد فقط لا غير فتلاقى ابر نين لا لا مش محتاجة فيه صلى حاجة ضانيبا ضانيبا يعني بجانب ذلك بجانب البنك في مكتبة اللي بيع الادوات المكتبية وانا عايز اشتري حاجات من هناك مكتبة اللي بيع الادوات المكتبية ما بيبيعش كتب بيبيع ادوات مكتبية إله مصاطر أستيك ادوات هندسية الكتب في البوخ لادن زي البوك شوب كي في الإنجلش مثلا طب ده معنى ايه كده يا ولاد نشوف معنى في اللايشت ربما إن مونيكا ربما تشتري كتب وأشياء أخرى أشياء أخرى ممكن لكن كتب لا تبغلط في اللايشت ربما في المونيكا جلد فن اغينا بكم تحصل على فلوس من إيرينا لا الحمد لله مش محتاجة فلوس مونيكا مشتو دين فيج الطريق تصوم شغايف فاقينج شيفت كنن عايز تعرف الطريق إلى شغايف فاقينج شيفت بالضبط كده بس طريق مباشرة فين البنك؟ لأن البنك جنب منه مكتبة أحيانا بابنا راح مكان معين وبس مش عارفه كويس معلمه بمسلا مستشفى كبيرة بنك واضح فاني أسأل على الحاجة اللي أنا مش رايحها بس هي جنبها تمام؟ يعني مثلا أسأل على البنك الفلاني ليه؟ أصلي جنب منه مكتبة عايزة اشتري منها كذا جنب منه مثلا عيادة الدكتور فلان مونيكا فيل آينبوخ لين عايزة تستعير كتاب طبعا اللي أنا شايف فانجي شفت ما فيهاش كتب تستعار إحنا مش تري منها أدوات هندسية أو أدوات مكتبة مدرسية يبقى اللي جاء بقى تبقى أنهما تسية كمال بيقول بيقول أنا مفروض أكل بقى خضار وفكة كتير وندي في الفاسة تغنكن واشرب ماية كتير إيش فين داس غشتش وأنا شاف إن كان ما مضبوط جدا صح جدا أبا إش مقليبة لكن أنا بقى بفضل للأسف فليش اللحمة كوك جاتو آيس آيس كريم وندي كولا والكولا والمشروبات الغازية يبقى دا كله أكل غير صحي هو عارف كده كويس جدا بس هو بيحبه يعني هو متفق مع بابا ومامته إن كلامهم صح الخضار وفكة تمام لكن هو بيحب الحاجات دي نفهم من كده يا أولاد كمال إست إيرار مينوك كمال بيكون إيرار مينوك يعني مع رأيهم بالضبط كده يعني متفق معاك إن السجائر مضرة بالصحة بس هعمل إيه بقى بتعاود عليها مثلا يعني ناس يقول بعض الألفاظ زي كده فكمال إست إيرار مينوك كمال مع رأيهم أيوة مظبوط مع رأيهم دي اللي غابة صح بس برضو خلينا أكمل كمال هات أندغ مينوك ليه رأي آخر لا مش رأي آخر حاجة هو رأي مطفق معاهم ولكن هو بيحب حاجة تانية لكن هو رأي مطفق مع رأيهم كمال فندت زيني مينوك رشتش شاف إن رأيه صح لا هو شاف إن رأيهم هما اللي صح كمال إست نش دافير دافير يعني مؤيد موافق مطفق معاهم فنيشت هو مش مطفق لا هو مطفق يبال إجابة الأولينية هو مطفق مع رأي بابا وممتو صور رابع فراوك لاين إست أخت شاغ ألت عندها تمانين سنة وببنى دها الصحة ونده كان نشتمير أوس ديم هاوس جيهن نشتمير يعني لم تعد نشتمير يعني ما عود يعني كنتم مدخن ودلوقتي ما بقيتش أدخن يبقى اسمها روخي نشتمير ما بقيتش أدخن مثلا فهي سيدة كبرت في السن ولم تعود تصلينها تخرج مني البيت فيلش أنساج بسط أي إعلان هينسبها فيه إعلان بقى موضوع عن نت أو في جريدة هينسبها زي السيدة ايه هو اللي عندها نشوف مع بعض تعالى عندنا المحل وتسوى وإحنا هنوفر لك بداية من خمسين يورو وبغينجن هنوفر لك بداية من خمسين يورو بغينجن فيا وهنوصل لك الشابنج اللي مشتروه بتاعتك ينفع السيدة ده لا ما ينفعهاش اللي قال تعالى المحل وإحنا نوصل لك بقى اللي هتشتريه هل سيدة مشتر تنزل أصلا شتودينت متبكة فيه إرليدك تقالى إيغا أن كيفا فيه شتودين طالب بعربيته صغيرة خاصة بهو إرليدك هينجز كل مشترواتك ميت فوخ يوم الأربع ون دونه سجن الخميس أب نتهم الساعة فون في تسين وروف نزي اتصب بالتليفون كذا هو ده المناسب إنها تقعد في البيت وهو هينجز لها كل مشتروات هو يوده لها بالعربية يبقى الإجابة بيه بردو نكمل فريونجلويتا للشباب الصغيرين لينالصغيرين جبت أولا الشباب الصغيرين هي سيدة عندها 80 سنة يعني مش صغيرين نمر دي أجازة للتزحلق لا شكرا دي سيدة 80 سنة بره الموضوع دو يبقى الإجابة نمر بيه دي فغاجة نمى فوف هلو إش هاي سبتينا أنا اسمي فلانة إش هابا إنترمين مديم آرتست موغن أنا عندي معاد مع الطبيب بكرة أبا إش كان نشت باسم موغن فاعتن بس أنا مش هستطيع إن أنا أنتظر لحد بكرة تعبانا كان إش هويتا كومن أقدر أجي النهاردة فالعيدة ردوا عليها قالولها يا إس جيت إتس أوكي شغال أهلا وسهلا تفضلي ده معنى إيه يبقى عندهم عاد بكرة بس عايزة تيجي روح النهاردة ده معنى إيه يا أولاد بتينا مشت دين أرتست موغن في نهويتا أو في مورجن في غشيبن عايزة تأجل المعاد من النهاردة لبكرة لا ده كان العكس من بكرة للنهاردة بتينا مشت دين أرتست موغن في مورجن في أمباغن عايزة تحجز معاد عند الطبيب بكرة لا هي أريد حجزة بكرة وعايزة تجيبه النهاردة بتينا مشت عايز تغير المعاد بالضبط كده اللي بيقرب المعاد أو يأخره هو بيغير المعاد لكن يأجل يعني خد المعاد من النهارده وديه بعيد تمام بتينا مش تهويت عايز تيجي النهارده يعني تيجي بدون حجز لا هي حجزة أصلا بكرة بس عايز تقدم المعاد يباليجابة صحيحة نمرة سي هتغير المعاد نمرة زكس إم هوت بانهوف برلين في المحطة الرئيسية برلين هرعاد الفيرت ناخ بون هيسافن من إلى بون يبع يسافن من برلين إلى بون واند فرقت بيسأل موس إيش أمشتاجن هو أنا لازم أعمل أمشتاجن هنأغير المواصلة يعني هل ما فيش مواصلة مباشرة إلى بون فقالوا يا ايوة في مدينة لايبتسش ده معنى إيه بقى هو يسافر من برلين إلى بون وهيغير المواصلة في مدينة لايبتسش في النص ده معناه بيقوله خلي بالك إذ جبت الزفاق أنت فورتن غشتش فيه جابتين صح إيه هم ويرد إن المنتحن يطلب منك إن فيه جابتين صح اختارهم فنعرف إذ جبت كاينين ديريكتين تسوج ناق لايبتسيش لا يوجد كاينين ديريكتين تسوج ناق لايبتسيش مفيش قطر مواشي إليها لايبتسيش لا فيه لهم عشان هيروح للايبتسيش ويغار من هناك يبقى ديه غلط هيروح للايبتسيش هيسافئ للايبتسيش وانت دان فيتر ناق برلين ثم يواصل صفر إلى برلين هيده الإجابة الصح هيروح إلى لايبتسيش ومنها هيعمل فيتا فاغن فيتا فاغن يعني يواصل الصفر فيتا لارنين يواصل التعلم فيتا شتوديغن يواصل الدراسة يبا يفاتر يكمل حاجة إذ جبت كاينين ديريكتين تسوج ناق برلين فاش قطر مواشي إلى برلين لا طبعا وقصلا قاعد في برلين أساسا هيرعاد الفارت بيس لايبتسيش وانت دان فيتر ناق بون طبعا لا مش لناق بون عفوا احنا عكسنا الإجابات بيه غلط لكن صح يات سيه هيرعاد الفارت بيس لايبتسيش وانت فيتر ناق بون وهيكمل صفر إلى بون إنه أصلا موجود فين في برلين يا يجابة الصحيحة نمر دي هيروح لايبتسيش ومنها فيتر فاغي ناق بون نمر زيبن سامي بيقول كيف يعمل جهاز التصوير للكاميرا بتاعتك الآن ناق بخارد قال له ارفكتسيونيرت بارفكت شغال بارفكت زي الفل نفهمين من الكلام ده بس فغشتيس دو تفهمين من الكلام اللي اتقال دوت واحد بيقول له الجهاز بتاعك عاملي دلوقتي شغال ازاي دلوقتي فقاله شغال تمام تعاني شوفها نفهمين من القصة دي نفهمين خالد سي كاميرا فار كابوت الكاميرا تود خالد كانت عطلانة بالضبط كده ما انا بقول لك كيف تعمل الكاميرا الآن يعني كانت بايزة وصلحناها اخبار الدنيا ايه لما كنتم واحد تعبين تقولها اخبار محمد دلوقتي يقول لا والله تحسن لكن لو انا بسأل عنه عموما ويقول محمد عامل ايه مش هوك عامل ايه دلوقتي تمام لين كده فيه تغير في الحال يبا الاجابة الاولانية الكاميرا بتاعت سامي لا هي مش كاميرا تسامي هي كاميرا تخالد خاد مش عارف الكاميرا بتشتغل ازاي نقول لهم اخنش بسأل على طريقة تشغيل الكاميرا بيسأل ان الكاميرا ده واتش شغالة كويس ولا لا سامي بيسأل على التعليمات والاشيادات بتاعت تشغيل الكاميرا طبعا لا يبقى فيه فرق بما بين بس كيف تعمل الكاميرا يبقى نقرأ تعليمات الاستخدام وفيه فرق اقول لك كيف تعمل الكاميرا الآن يبقى فهمت انها كانت بايزة وتصلحت وبتطمن اخبار ديني اي دلوقتي يبقى الاجابة تبقى نمى اه يماند بيقول دي كوست شخص ما يعني دي كوست ده غاية هندات اويرو بتتكلف 300 يورو هيروث قال اش هابا قابا نوخ 6 موناتة جارانتي بس انا عندي لسه فيه 6 شهور ضمان فين شبغيشت هيرو السادة روزة بيكلم مين فين المفعول عايزين المفعول كان بيكلم مين لما قاله لا ده أنا عندي ضمان 6 شهور يعني شو كان بيكلم مين هل بيكلم البيع في محل الساعة لا اعلاقة البيع بالضمان ازا قول لا ده لسه عند 6 شهور الضمان ده يا ولاد لما تجي تقولي الجهاز هيتكلف كده تصليح لا ده لعندي لسه ضمان يعني اللي تصلحولي مجانا بدون فلوس دي قصة ضمان شو تبقى فاهمينها حد عنده ضمان لتلاجة لتلفزيون لموبايل يعني يصلح العيب اللي فيه او المشكلة فيه بدون ما يدفع فلوس دي فلميتر دير فونو بيكلم المؤجر للشاعة طبعا لا بيكلم البيع في محل ملابس برضو لا دي سيرفز ميت أربايتر بيكلم موظف الخدمة اللي هو خدمة العملاء بالضبط كده هيقول له ان الحساب 300 يورو يقول لا ده لعندي لسه 6 شهور جارانتي يعني منفروض ما تفعش حاجة يبل اجابة الاخيرة نقوم على الجراماتيك في الصف الماضي انا سافرت نقاط اسبوعين الى برلين اللي جابت اختيارات ان ولا فور ولا زيت ولا فير لما بجيلي اختيارات ان وفور وزيت وفير بيه فيه كذا حاجة شغلة في دماغي واحد الزمن مضارع لماضي لان ان وزيت ده من الزمن مضارع فور الزمن ماضي فور مضارع او ماضي بعدين المعنى العربي والضطيف ولا اكوزاتيف طب هنبقى بالزمن عشان هو واضح قوي جفار يعني سافرت يعني ماضي طب نستبعد ان وزيت عشان دول مضارع ابقت فور وفور فور وفور يا ولاد هنلعب بينهم بالمعنى العربي فور قبله وفور لمدة في الصف الماضي انا سافرت لمدة اسبوعين ولا سافرت قبل اسبوعين نقول له انت لقلت قبل اسبوعين يبقى حطيت كده معادين في الجملة هو انت سافرت الصف اللي فات ولا سافرت قبل اسبوعين يبقى قبل اسبوعين دي تبقى غلط في المعنى تطلع برة يبقى الإجابة فور انا سافرت الصف اللي فات لمدة اسبوعين إلا برلين خلي بالحضرتك انا متأكب نسبة كبيرة جدا ان اغلابكو اول ما جبنا سيرة الماضي في الجملة قلتوا هنختار فور الى نمر ب لان اغلابكو رابط الماضي بفور وده مش غلط صح ولكن طيب ما في حاجة تنفع تيجي ماضي معاها يبقى لازم ألعب بالمعنى خدت بالك واخد معلومة دي جميلة قوي اذا كان الممتاح محدد معادل الحدث يعني الصيف اللي جاي الصيف اللي فات يوم الجمعة بكرة اسبوع اللي فات طيب ما حدد معادل الحدث بنبعب بالنسبة 99% عن إن وزيت وفور ونختار فور طيب ليه هيرد نبعب عن دول لحسن دي جولها فيها فكرة فنغلط أنا معاك طبعا كل حاجة فيها أفقار لازم أخذ بنامناكوز جدا ما أقولش لأ ولكن لما أقول لك الصيف اللي فات سفرت قبل اسبوعين ما أنت ما ينفعش أقول في الصيف اللي فات وسفرت قبل اسبوعين لأن كان فيه معادين طب الاسبوع اللي جاي أنا هسافر مثلا بعد خمسة أيام أو بعد اسبوعين أنت يا عمي أنت حاطت معادين كده غلط ما ينفعش يبقى دمنا ما يحدد معاد بنبعد عن إن وزيت وفور نشتغل على فور اسبوع اللي فات أو السنة اللي فات أو صف اللي فات أنا سفرت لمدة اسبوعين يبقى الإجابة فور نمرة 2 كورينا هات أين ترمين بايم أردس كورينا عندها معاد عند الطبيب زيدار في نوقة ترمين نيشت فرجسن مش مسموعين لا تنسى معادها هنا أختار بوسيبر لهم من ضمير الملكية إير وماين وإيغن وزين خل بقى لحضرتك ضمير الملكية وأنا بختاره بركز على حاجتين اتنين ما لهمش تالت مين المالك وإيه هي أداة المملوك المالك بيحدد أصل الضمير يعني يقول مين ولا ضين ولا زين المعنى العربي أداة المملوك بتحدد نهاية الضمير يعني أنت تستقررت أنها مين طيب مين ولا مين حسب الأداة لو دي رداس مين لو دي مين لو دين مين طيب تعانيك في الموضوع كورينا عندها معاد ما تنساش معادها مين المالك هنا ليه المعاد كورينا يبقى إير ملكها طيب ده أنت عندك هنا إير ووتاحت شوية إير يبقى أن اللعبة راحت لمين لآدات المملوك أبصي بقى على المملوك اللي هو المعاد آداته إيه وموقعه الأعرابي نموناتيف فاعل يفع محل رافع يعني أكوزاتيف مفعول بمنصوب ولا ممكن أضطيف مثلا ربما طيب هي تنسى المعاد هي فاعل يبقى المعاد مفعول به يبقى المعاد أداته دير ودير في الأكوزاتيف بقى الدين أختار ضمير آخره إي أن يبقى إير ترمين هولتين بسرعة وأنا بختار ضمير ملكية ببص على حكتين في ذهني على الجملة مين المالك وهي أدات المملوك المالك كورينا يبقى ملكها يبقى إير أدات المملوك المعاد أداته دير طيب أكوزاتيف ولا نموناتيف لا أكوزاتيف مفعول به شان هي هتنسى المعاد أكوزاتيف مفعول به فالدير بقى الدين فناخد النهاية إي أن يبقى إير ما تنساش معادها أي جمع الفاهم ملكية بتشتغل بنفس المنطق ده بالزبط نموناتيف نموناتيف إيش بين زو ديك دولو أنا تخين قوي جسم مليان بس نقط إيش ماخ ماذا أفعل فقاله نقط في الجميزة خضروات كل خضروات أي شخص في الدين يقولك ماذا أفعل ده بيطل بالنصيحة صغار أو كبير ما لاش علاقة يعني يكون عندي مشكلة مثلا في جهاز إلكتروني فرضا يعني فأولادي التلاميذ شباب صغرين فهمي في حاجة ده أكتر مني فقولهم يا أولاد أعمل إيه اعمل كذاهير فنبطلوا منه من نصيحة صح كده يا ماذا أفعل طلب نصيحة يقفص زل النصيحة في الفيرب إيه زلن يقفص زل إيش ماخ ماذا ينبغى أن أفعل واتفنى مع بعض قبل كده إن السؤال لما يكون في الفيرب زلن يبال إجابة امبراتيف والعكس صحيح يعني إجابة أمر لو في إجابة أمر يبالسؤال في زل ليه يا أستاذ لأن لما تيجي يا هير أنا عايز بقى أظبط الألمين أليمي نفس في اليومين دول أعمل إيه بتطلب النصيحة فأنا أقول لك يا محمد يا فلان يا سين يا صد اعمل يا ابني كذا اكتب كذا ويقرأ كذا ويحفظ الكلمات ويظبط كذا بأمرك بس مش غرض الأمر لغرض النصح والإرشاد يبقى زلن يا فزل إيش طيب هأمرك بقى فالأمر مع المفرد يبقى الفيرب جاي من غير نهايات فيبقى إس فنختار نمر دي فزل إيش ماخن إس كل خضار يبقى هنا الممتحن بيربف ما بين موضال فيربن واسلوب الأمر فو إس دي كاتس فين القطة فالإجابة نقط تيش الترابيزة تنفع كذا حاجة فو وتحت مثلا بس نشوف اللي الموجود في الاختيارات ايه انتر تحت الترابيزة ممكن اين في الترابيزة لا اين دي عند زي مكان مغلق سيفاش بتوين ما بين حاجتين فيش حاجتين إيبر فوق وغير ملامس لأ خلي بقى فيه بعض الطلبة يختاروا إيبر أو على أقل يقولك طب ما تنفع تحت وتنفع فوق الترابيزة نقول يا جميل إيبر معناها فوق الترابيزة فوق وغير ملامس لكن أوف هي اللي على الترابيزة أنا بحط الكتابي على الترابيزة يبقى أوف تمام لكن اللمبة لما تتعلق تبقى إيبر الطيارة لما تعد فوق المدينة تبقى إيبر يبقى إيبر فوق وغير ملامس أينتر تحت تباية أونتر لكن لو أوف كان يبقى اللي تنصح مثلا يعني يبقى اللي جابة أونتر تحت الترابيزة نمرة فونف جارد بيتكلم بيقول كيف نذهب إلى المنزل الآن؟ فيرد لي ميشيل يقول له فرانك نيمت نقط بوس فرانك هياخد الأوتوبيس فير بنيمن بيعمل أكوزاتيف مفعول به وأي جملة اسمع مني فيها فعل شخص يبقى الشخص أو الشي اللي جاي بيعمل مفعول به بالعربي يبقى الأوتوبيس هنا مفعول به طب بيبعزين نعرف أداته ونغيرها لإيه لو تتغير البوس أداته دير يبقى لازم ساعة تروح تحفظ أدوات الوسائل بتاعت المواصلات دير ودسو يتحفظها كويس جدا بتنساش كل المواصلات الأخيرة بان أرتكالها دي هنقولها دلوقتي يبقى ناخد الأوتوبيس أو فرانك أخده أوتوبيس أوتوبيس أداته دير في الأكوزاتيف الدري تبقى دين فنقولها دين بوس طب أنا عندي نمرة سي ودي فيهم دين تعبوا نروح للجزء التاني ونشوف هنختار إيه ودي دا ما بتقى الصعوبة اللي بتقابل بعض الطلبة إنه بيختار الشمال صح واللي مين يبدأ لسه هيبحث تاني كأنهم سؤالين يا أستاذي كأنهم سؤالين مش مشكلة طيب هناخده الأوتوبيس فرانك أخده الأوتوبيس إحنا بقى فارن نقطة شغال سمبان فارن عايزة حرف جار ميت يبقى وسلم ووصلات مع كم فيرب اتنين نيمن وفارن نيمن ياخد الأوتوبيس مفعول بيها على طول لكن فارن عايزة حرف جار ميت أنا هروح بواسطة وميت حرف جار يعمل الضطيف يبقى ميت ونعمل أدف الضطيف اشترا سمبان أخيرها أخير كلمة بان وأي كلمة أخيرها بان أرتكيلها دي فنقول ميت ديغ شغال سمبان قلنا زمان مرة أبريكا مع بعض كل الموصلات ميت ديم إلا اللي فيها بان ميت دير عشان كلهم دير وده سيبوا ديم لكن بان أرتكيلها دي فهيبقى ميت دير يبقى هنا نقول دين وميت دير اللي هو إجابة نمار سي نمار زكس بان كومس دو إنت هتيجي فقال له هاجي الساعة خمستاشر يعني ساعة تعطى العصر زين زي داتسو هاوزن هتبقى موجود في البيت عشان ما جيلك يعني فقال له يا إيش بين نقاط في غتسين قوة سو هاوزن أيوه أنا هبقى في البيت نقاط الساعة 14 أنا هاجيلك الساعة 15 هتبقى في البيت قال له أيوه هبقى في البيت بداية من 14 عشان لما جنى 15 بقى أنت موجود صح ولا إيه يبقى الإجابة في الساعة 15 تبقى أم فعندك بي ودي ينفعه أروح ناحية تانية أب ولا بيس لا أب لأن أنا هاجيلك الساعة 15 أم فنفتسين قور هتبقى في البيت قال له أيوه هبقى في البيت أب بداية من الساعة 14 عشان لما اتشرفنا 15 أبقى أنا عم نستنيك في البيت لكن لو بيس لحد 14 يبقى لما جنى لكنا الساعة 15 وأنت ببقى الساعة مبرة في حتة تانية يبقى الإجابة هتبقى أم وأب بي نو مغزيبا خالد في فرما بين نقطتين وقمى كمى يبقى أنا بناديله نقطتين وهو اللي بيتكلم أنا بقوله بقى يا خالد أنا عندي صدوعة ممكن لو سمحت الراديو لايزة لايزة يعني إيه؟ يعني الصوت هادئ منخفض أغلبكو هيجري على فيرب أنا شايفه دلوقتي قدام مني أرمقن مقن أوس مقن وأوس مقن دي مكورة ما عشون فونت سومقن وأوس مقن في بعضنا هيجري يختار أوس مقن يقولك بس نطف الراديو نقوله كلامك صح لو مفيش كيمة لايزة لايزة يعني يوط الصوت يبقى مقن يا أولاد يبقى تانية لما لقى لايزة حط مقن مقن لايزة يعني يوط الصوت تبقى تمنحط أوس مقن طب أنا ما أقولك لو سمحت إطف الراديو إيه لازمتها لايزة ملاش لازمة صح ولا إيه يبقى ترى جملة كويس أوي أوعى تخطف أوي للكلام ده سؤال أديه مصله والممتحن طبيعة الدنيا النهاردة كمان زيادة عن مكان سابق إنه عايزة أشوف دماغ الطالب قدام مني أشوف قدرته على التفكير إدراكه للمعلومات فهمه مش الطالب الأعب يحفظ الكلمة دي بتاعت الفيرب ده لا طبعا انتوا عارفين قصة دي خلاص خلصت شكرا فهنا أول ما ترى السؤال ما تجريش وتنحدث على أوس مقن إهدى اقرأ افهم حل خالد أنا دماغي مصداعة جدا لسوأة ممكن الراديو لايزة يبقى توطي الراديو بقى لايزة مقن بس ولو تمقن يعني يعلي الصوت فلو تحتاجها في الامتحان لايزة مقن يوطي الصوت لو تمقن يعلي الصوت يبقى هنا مقن عشان لايزة نمأ أخت كما يعني يا أستاذ توماس كيف تعجب حضرتك بدلتي حضرتك زي جغوس في الضطيف تبقين الله استنى هنا جبتك الضطيف منين الفربي جفال عندنا عشرة فعب يعملوا ضطيف جفال وجهير وشمك وباصل وشتيه وهلف وغاتغولين وانتفورتن وإزجيت ودنكن دوكنهم بيعملوا ضطيف فجفل تعمل ضطيف طيب حضرتك زي جغوس تبقين يبقى أنا هاختار ياما آ ياما تس طيب فيه بقى دير ومير يناحي التانية أنا بقول له كيف تعجبك بدلتي يا أستاذ فلان فقال لي الله شتيت دير ليئة عليك شتيت يعني ليئة شكلة حلوة عليك شتيت دير يبقى إين ودير الأولانية طيب هرده كنت عاملها مير نقول له ما هو عاملها مير لما يبقى في الإجابة الفربي جفلت يقول له كيف تعجب حضرتك البدلة يقول الله بتعجبني جفلت مير لكن شتيت تلائمك ما زلت تبالعب على الأفقار هي مش صعبة هي بس اللي هي عدم التوقع زي ما قلتلك ما تجريش وتختار عشوائي بعد إذنك فقط طلب اقرأ الجملة كويس جدا بس شاء الله تلائق أغلب الجمل سهل قوي يبقى اختارنا الأولانية نوين بيتر بيتكلم بيقول نقط كفر ماينس دو لأي لويزا بقول له يا لويزا أي شنطة أو شنط تقصديها كفر حقيب السفر خلي بالك كفر من الكلمات المهمة اوعى تنسك كلمات اللي جمعها زي مفردها مهمة جدا تنساش الكلمات دي خليها في هدانك كلمات جمعها زي مفردها كفر وبلوفر واتسيمة وفولة وعندنا تاني جمعها زي مفرده في كثير وعندنا كلمة ده مصنع دي محمد جغيتة لا دي جمعها غير مفرد خليها بس نجمعهمك واحدة واحدة يبقى كفر دي جمعها زي مفردها يعني أرتكلها دير وممكن أرتكلها دي ما هي جمعها ومفرد طب يهير بعد إذنك أنا منين أعرف إن كلمة دي جمعها مفرد ما شكلها ما تغيرش طوله فعلا شكلها ما تغيرش نعرف منين بصفة عامة من ثلاث حاجات واحد إن يكون قدامها أرتكل فيبان لو دير مفرد أو دس ولو دي يبقى جمع لإن كليك هامل جمعها زي مفردها دير ودس أو يكون فيه فيرب متصرف هي فاعله وفيرب متصرف بقى مفرد أو جمع يعني جفالتي مفرد جفالين جمع أو نعوض عن الكلمة بضمير فيبان بص هنا أي شنطة أو شنطة قصوديها يا لويزة فلويزة قالت مارتين سكوفر الشنطة أو شنطة بتاعت مارتين لحد كده الدنيا مختفية إرهاد زي آه خدت بالك إرهاد زي أمبان هو فرلورن فرلورن يعني فقد هو فقد هذه الشنط الله دي جمع عرفت منين قدت له من ضمير زي ما هو لو كان مفرد فهي دير تبقى إير فتبقى إين في الأكوزاتيف تمام يبقى لما عاوه بتضمير زي فيهمت إن كلمة أرتكيلها دي صح كده يبقى كلمة دي جمع يبقى دي شنط جمع يبقى أرتكيلها دي فنقول بحرف الإزيادة اللي هي نومرة تسين وما فيش غيرها فنختار وديزة قال له هزي شنط هزا اللي لقيها في المكتب المفقودات أو مكتب الأمانات لما حاجة بتضيع بيوضع في هذا المكتب نومرة تسين نقطة كومست دون يشتميت فقال له إشهاب المورجن في غيفون نقطة موس في اللغنين إنت ولا لماذا ولا من ولا لماذا ليه مش هتيجي معنا ولا إنت مش هتيجي معنا ولا مين مش هتيجي معنا فلو عندي غلط هي أكيد لماذا وهنجرب بش حاجة اسمها ونحط خط ليه مش هتيجي معنا فالله عندي انتحان نقط موس في اللغنين ولازم أذاكر يبقى فاغوم لماذا وقند هنختار نومر بين فاغوم وقند وإنت بتختار أدوات الربط ركز حتة سريعة كده دين وقابر قبلهم كما وند وقودر ما قبلهمش كما ديس هالب قبلها كما أو نقطة وبعدها الفرب يعني نقول ديس هالب كما إيش ديس هالب بين إيش مش إيش بين تمام طب هنختار فاغوم وقند نومر ألف نقط سبايت الأبغل بس نقط أبغل هات هاتيمو أين براكتهم الساتيمو عندو تدريب من يوم كذا ليوم كذا في شهر أبريل فن ولا فم ولا فم ولا دير اللعبة كلها على فن وفم أنت حافظ من زمان أن في تركيبة بالحرفة جاسمها فن بيس من إيلا من ساعة ساعة لساعة عشرة من يوم الجمعة ليوم التلات بس هنا فيه فن وفيه فم أختار فن وخلصنا لا هتبقى فم الله تبش معنا يا هير ليه فم قال لي عشان فن اللي أنت هتختارها ديه يا صح مش غلط ولكن محتاجة بعدها بقى الأرتكل شمعنا لأن هنا بقول من يوم كذا ده التاريخ التواريخ أرتكلها دير التواريخ أرتكلها دير فبنقول فم فن زائد ديم فن زائد ديم فتبقى فم يبقى هنا أقول دايما فن بس إلا مع التواريخ أقول فم و بس يبقى فم طبعا عندنا بي و سي كده سنتل و أخت تعالى نروح الفراغ الآخر بس التفنن الأرقام الترتيبية بعد الأرتكل دير تاخد نهاية إيه بس ارست تفايت أخت وبعد الحاجات التانية غير دير زي أم و إيم و فم و بس وتصوم إيه إن فهنا عندنا بس لأ دي حاجة تانية غير دير فإيه إن فنختار سنتل لنمر بي يهير أنا أحيانا بشوفه جملة دي مختلفة شوعة عن كده طول ما أقول دي جملة مختلفة عن التانية ما مش تستنباط و طول ما أقصتش يهير بس أصدقى أقول أحيانا بسمحها بس تسم نروح برافو عليك بس لوحدها صح و بس تسم صح اللي اتنين مزبوطين و اللي اتنين معنوا بالعربي حتى يعني أقول فم بس تسم سنتل أو بس بس تسنتل صح مية في المية لزن زي نقط فنجيب محفوظ قالوا يا زيني بيشار جفالي مير أم نقط الجنمة دي حلو قوي و مهم جدا انت بتحب ترى ان يجيب محفوظ أو بتقرى كتير ان يجيب محفوظ يعني تنفع فيه وتنفع جر صح بتقوله تمام طب بالنحة أنا عزة مش عارفة استغير لس يا فيل يا جد يعني أمر A أو B أو C بتقوله عن نحة التانية هنحكم الدين من نحة التانية بتحب ترى ان يجيب محفوظ أو بترى كتير ان يجيب محفوظ قال له أيوة زيني بيشار كتبه جفالي مية كتبه بتعجبني الفربي جفالي يا أولاد وبعد إذنك ركز معي في اللي أولد وقت جفالي من الأفعال اللي لما تشوفها ما تختارش معها جرن يختار معها جوت وإخواتها يعني جوت وبسر وبستن ليه أم بستن جميل فانا نختار أم بستن كتبه بتعجبني أحسن حاجة يبقى أم بستن يبقى نختار أم بستن فين نمرة C يبقى نختار جرن وأم بستن الإشكالية عندك فين هنا إن أغلب الطلاب وبيختار جرن في جملة الأولانية أو بيلاقها موجودة جرن في الأولانية عاوز يختار نفس الصفة ناحية تانية جرن فيختار الليبر أو يختار الليبستن عشان هو ده السلم الإلكتروني بتاعه بتحب تشرب كذا لكن فانا بيحب كذا لكن فانا بيحب أكتر كذا نقول الحبيبي أولا في مرحوظة مهمة الفربي اللي في السؤال غير الفربي اللي في الإجابة فالمعنى تغير فالصفة وارد بالنسبة 90% تتغير يبقى لازم نقرأ نفهم نحل بعد إذن ساعتك فنقرأ بهدوء بتحب تقرأ لنجم محفوظ أنا بحب أقرأ آه ليبقى كتب وبتكون كويسة يبقى جوت بسر تمام وإنت ساعتك بتقرأ مبين بتختار مبين جوت وجرن اضبط الحتة دي وهي إن جرن بلافظ يحب أحب أشرب شاي أحب ألعب تنس جوت كويس القلم ده كويس الجهاز ده كويس لما توصل بالعربي إن الكلمة معناها كويس يبقى جوت بسر بستن توصل إنها يحب يبقى جرن ليبر لي بستن إذا المعنى ما زبطش بالعربي بص على الفرب في ست فربات أحفظهم مني بعد إذنك لما يظهروا ما تختارش جرن اختار جوت الفرب زين يكون فند يجد جفال يعجب شمكن ياروك له يعجب الأكل اشتيهن اللي هو الحاجة الحلوة علي البدلة الشكلة كويسة علي وبصن يناسبني بصن بتاع المقاس والمعاد خلاص وممكن الفرب أو الزين بنسبة قول 90% بيجي مع جوت فعلا في فرب المشهور بيجي مع جرن اياه مع جرن اللي هو الفرب موجن يحب ده بيجي مع جرن هل دول بس بيجوا مع جرن وجوت فاش غيرهم خالص لأي في غيرهم لأي فيه غيرهم لأي دول أشهر الفربات واللي بتحكم تقريبا 90% من جمل يبقى اخترنا يا أولاد جرن و بستن نمت غاية سين في الوكيند مادام ليو هتيجي وهجيب صديقها معها صديقها ملكها يبقى هي المالك يبقى إير صغيرة ملكها مش ملك حضرتك بس هنا في بداية الجملة ولا في نصها لا ده في نصها عادي خالص يبقى صغيرة إير كلاين يا أستاذ بس فراو ليو لقب فراو هيرن يبقى احترام نقول يا حبيب قلبي انسى نفذ الاحترام ده خالص في حسن مع العلاقة رسمية بس أنا باحترمك بقولك أنت يعني إلي إلي ما يحاجب في حالة دوره في كده أحترم بابا بابا ولهم أنتم لكن إنت أقول زيك كبيرة حضرتك ويريك كبيرة ملك حضرتك لما أكون بكلمك بصغة رسمية يعني أقولك يا هير خالد يا فراو ليو لكن لما تتكلم على أستاذ خيال تقول أستاذ خيال جاب عربية عربيته زي الملكه فراو ليو هتجيب صديقها معاها يبقى ملكها إير صغيرة طب إير صغيرة تبقى سي ود طيب تعني حتاني نكمل هتجيب صديقها معاها إشمشت نقط أخ كين اللاغن كين اللاغن يتعرف على بقول أنا عايز أتعرف عليه هو ولا هي لا هو لأنني نسبت الصديق لفراو ليو فأنا عارفها من اللي معرفوش الصديق يبقى تعرف عليه هو الصديق إير فيبقى إين فنختار إيرين وإين هي نمر تسين وهو طبعا قال إيرين عشان الصديق قدته دير هو بقى دين في الأكوزاتيف نمر فيغ تسين إيفانو بيقول تيمو في جيتس ديا كيف حالك وعيلتك أخباركو إيه فقال له لايدا للأسف هابن فيرقالي فينتا ديبغسيونين للأسف احنا كنا عندنا فينتا ديبغسيونين اكتئاب بتاع فصل الشتاء إيه اللي اكتئاب دا يا أستاذ دا الاكتئاب اللي بيصيب بعض الناس في ألمانيا والسويد وغيرها بسبب ناقص ضوء الشمس فيه ناس بتاكتئب كي يدينا مغيمة كده يجل لها نوع من الاكتئاب أم إيفانو رد على دا إذن نقاط دي جانس فاميليا كده بقى كل العيلة لازم تجرب اللي يشترب العلاج بالضوء دي جانس فاميليا نعوض عنها أنا ضمير يا ولاش نصرف دي جانس فاميليا كل العائلة قلتوني من غير ما تسألني وتلف بيه كتير بعد إذنك فاميليا العائلة اسمه مفرد بعوض عنه بالضمير زي هي تاني فاميليا اسم مفرد بعوض عنه بالضمير زي بمعنى هي قالها بقى مينة فاميليا زي هي فاميليا مولر زي هي دي جانس فاميليا كل العائلة ودي بقى أنت ما تسمع كم الكل دي تقول بس جامع هنا بقى هو ما فيش كلام نقول لحبيبي جانس ما بتدخلش إليه على اسمها المفردة أصلا فجانس دي لينها مفرد فالعائلة زي هي فيبقى زل نمع فون في تسين مارتين جيت جيرن ميت سندرا نقط شاك ميت شباتسيرن سودة حلو قوي يا ولاد جيت لوحدها قصة وجيت شباتسيرن قصة تاني خالص جيت تذهب فتذهب إلى حركة أكوزاتية في بقين دي لكن شباتسيرن جيهن هتتمشى هتتنزه في وسط البلد يبقى جيهن لوحدها تخلي إين يعمل حركة في بقى أكوزاتيف إلا لكن يتمشى في المكان في يبقى إين تعمل الضطيف فهنا نقول مارتينة هتتمشى مع صديقتها في وسط البلد يبقى اندير يبقى أول يا ولاد ما نشوف حرف جرئين هنسأل نفسنا السؤال اللي عادي خالص الجنمة دي فيها فيرب حركة والفرب سكون إذا كان فيها فيرب حركة في إين تاخد أكوزاتيف فيرب سكون في إين تاخد ضطيف وإن الفرب ينزل بنا يعتبر السكون عشان بمعنى فيه يبقى لو إين إلا أكوزاتيف لو إين فيه ضطيف لا حد كده أولاد نكون وصلنا نهاية حلقة اليوم أتمنى إن شاء الله وكون أفاتوك كتير النهاردة بأمر الله أتمنىكم التوفيق تركيزي في الامتحان عصار تبقى هادية تمام إقرب راحتك خالص إفهم حل ياريت تبدأ بجراماتك الأول ثم المواقف ثم التكست كوصون طبيبين وربنا وفاقكم ودائما كده نسمع أن أنتو حالته كويس جدا إن شاء الله مع الفسلم